السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معكم مهندس رسالة العزيزي النهاردة ان شاء الله اخر محاضرة في تكلا بيزيكس ان شاء الله دي اخر محاضرة من التلات محاضرات الخاصة ببرنامج التكلا المرة اللي فاتت اتكلمنا في بعض النوقات والمرة اللي قبلها اتكلمنا ايه هو التكلا سوفتوير ازاي نصطب التكلا ومبيرومنتس بتاعته ايه هي الانتروفيس الخاصة بالبرنامج ازاي نقدر نعمل ازاي نعمل الخاصة بالتكلا بعد كلا ازاي نقدر نعمل عن طريق اوامر الكتب كوبي والموز بعد كده ازاي نقدر نعمل البوطس والباعتنا وازاي نقدر نعمل بعد كده ازاي نقدر نعمل واتاية نقدر نخلي كل حاجة على معينة وازاي نقدر ننقلها من مشروع اللي اتاني بعد كده ازاي اا نقدر نعمل بتاعنا عن طريقيا نختار ايه الحاجات الحزر وايه الحاجات اللي تختفي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في اخر محاضرة هنتكلم عن وهنكمل بعض الاجزاء المعينة في هنتكلم عن وزي انها قدر نعمل انا المشروع بتاعنا. هنتكلم عن وزي اقدر اعمل للمشروع بتاعي. بعد كده هنتكلم ازي انها قدر نعمل بتاعتنا سواء عزي اه او نقدر نعمل كريت للأسيمبلي دروينجز. ازاي نقدر نعمل كريت للسينجل بارت دروينجز. وهنفهم ايه الفرق ما بينهم. اخر حاجة هنتكلم عن الاكسبورت اللي هي السينتي فايلز. ازاي نقدر نعمل كريت للريبورت بتاكنا. ازاي نقدر نعمل اكسبورت للبي دي اف للبي دابلو جي. للآي سي للموديل. دعنا نتكلم في اول نقطة اللي هي الفيلترز اند اول حاجة لو انت قدرت دخلت على اي وضغطت عليه هتقدر تعمل بتاعته. دي الشاشة اللي صدعت لنا قبل كده لما اتكلمنا في بدايتنا. اول حاجة اسم البيو اللي انت واقف عليه. بعد كده اللي هو اه هو ثري دي بيو ولا نم فيو. بعد كده اتكلمنا في الفيزابلتي او بتاعنا نخليه اب ادي ايه وداون ادي ايه من الليفل بتاعي. هيتكلم في الباقي اوامر الديسبيلي للوبجيكت بتاعتنا. وبعد كده هنشوف ايه هو الوبجيكت. وازاي نقدر نعمل سيف از للاتريبيوت اللي احنا عملنا. دعلك الى نرجع للموديل بتاعنا. لما دي رأتي يضصي على الفيو. هتصالي بتاعته. النام الانجل البروجيكشن الفيزابلتي اللي الاب والدون. انا نخل على ونشوف هي بتتكلم عن ايه. اول حاجة عندي بتاعتنا دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. ايه اللي انت عايز تظهره وايه اللي انت مش عايز تظهره. من البارتس البولت الويلد والهولز وغيره. انا نتكلم شوية سريعا كده في الادفانسد بتاعتي. بالنسبة لي لو انا عايز اظهر لأي ستيل المنت. انا عايز اظهر الريفرنس لاين بالستيل المنت بتاعتي. غلابا بنستغرمها بحاجة ان احنا بنرسم هوريزونتل بيسنج او بيرتكال بريسنج. بعد كده عندي حاجة اسمها البارتس لابل. البارتس لابل ده بيخليني اشوف حاجات معينة. من خلالها اقدر اعمل تشيكينج عن موديل بتاعي. من ضمن الليابلز اللي عندي اللي موجودة دلوقتي اللي هي البروبرتس الخلاص. لو انا دلوقتي هنفطري ان انا عايز اشيك على الموجودة دلوقتي. الحاجات اللي موجودة هنا على الشمال دي الحاجات اللي انا بقدر استخدمها. الحاجات اللي هنا على اليمين هي اللي هتظهر لي في الموديل. تعالك لننزل مسلا البرت لابل. ونعمل ريموف للاسمبل وللبرت لابل. هنسيب مسلا البرت لابل بتاعنا هيكون ايه? هنختار مسلا وليكن الماتيريال ونعمل لها اول ما ادوس وادوس اوكي. وعمل هلاقي النسبة لي الماتيريال بتاعة المشروع كلها ظهري. اقدر اتشك ان الماتيريال بتاعتي كلها مضبوطة. سواء هي اس ممكن خمسة وسبعين جي ار او خلف. تعالوا كلا ندوس توكليك. هنشين مسلا الماتيريال ونختار وليكن اه البروفايل. نعمل لها اد وندوس موديفاي. تقدر تتأكد من البروفايلز بتاعتك سواء للبليتز او للقاميرات او للجيردلز او للاعملات. ده كده باختصار شديد الادفانسد سيتنجز للفيوب بتاعنا. طيب. بعد كده في حاجة اسمها الوبجيكت جروب. الوبجيكت جروب دي تقدر تخليني اختار ايه اللي يظهل عندي في الفيوب بتاعي. تعالى بس نرجع تاني. هنشيل البرت لابل وهنعمل موديفاي اوكي. بعد كده هنعمل الوبجيكت جروب بتاعنا. بتديك بعض الفلترز اللي انت ممكن تستخدمها في المشروع. هنفترج مسلا انها دلوقتي عايز في دوت ان الاعمدة بس هي للظهر. لو انا دلوقتي مسلا ضغط على العمود. هتطلع لي بتاعي. طيب انا ازاي دلوقتي اقول له انك تظهر لي الاعمدة بس. او انك تظهر لي الاسمبلي الخاص بالاعمدة بس. لحضركم شايفينها النيم بالنسبة لي هو كولوم. والكولوم بيكون هو في الاسمبلي. انا ممكن اعمل مسلا اوبجيكت جروب ان الاسمبلي نيم بتاعي الاكوال كولوم هو اللي يظهر قدامي في الفيو دوت. طيب لو انا عايز اظهر مسلا بالبروفايلز او بالماتيريات اقدر اختار الجزء المشارك في الحاجات اللي انا عايز اظهرها في الفيو. وابدأ اعمل بتاعي الاسمبلي. على سبيل المسال اللي انا قلته دوت. لو انا دلوقتي عايز اظهر الاسمبلي الخاصة بالكولوم فقط. يبقى انا هعمل الاسمبلي ينين بتاعي اللي هو الكولوم هو اللي اظهر دلوقتي في الفيو. تعالوا نشوف هنا نعملها ازاي. اول حاجة هنا دي اللي انت عندك في تيكلا وتقدر تضيف عليها وهنا ندار نشوف نضيف عليها ازاي. من هنا عندي على آآ اليمين اقدر اضيف اي او اعمل او اعمل او اعمل او اعمل او او اعمل من الشاشة اللي عندي هنا في النص سكين. اقدر اختار ايه اللي اظهر وايه اللي ما اظهرش. تعالوا كده نتكلم ان انا دي اترا عايز اظهر الاسمبلي الخاصة بالكولوم فقط. اول حاجة باختار الكاتيجوري بتاعي هو ايه? انا عايز بارت ولا عايز كومبوننت اللي هي الكونيكشن. لو انا عايز بولت او ويلد او سيرفيس او اسمبلي او اين كده. هنختار مسلا الاسمبلي. الاسمبلي. بعد كده اخترت الكاتيجوري خلاص. بعد كده اختار البروبرتي بتاعتي. البروبرتيز اللي عندي ايه هي اللي هختارها? عندي النام. الجيو اي دي. البريفيكس. الستارت نمبر البوزيشن نمبر الفيز. او اختار اي حاجة تانية. احنا عايزين نختار النام. الكونيشن بتاعي. هيكون اكوال. دوزن تاكوال تو. وهكزا. ايا كان الكونيشن اللي انا عايز اختاره. ولكن انا عايز اختار يساوي. انا هختار اكوالز. اجي من هنا. في طريقة من الاتنين عشان اعمل بتاعتي. اما ان انا اكتب بتاعتي. ازبوط وليكن. انا متأكد من الخاص بالفاليو بيعي. او ان انا اجي. امسح الفاليو دي. واجي من السهم. اللي ازهر لي دلوقتي. ادوس عليه. اختار سيليك فروم موديل. لو انا ادوس سيليك فروم موديل. واختارت العمود بتاعي. يبقى انا كده الفلتر بتاعي اتحقق. اللي هو اسيمبلي نيم ايكوالز كولوم. اول ما ادوس موديفاي. اختار اي فيو. ادوس موديفاي. هزهر لي الاسيمبلي الخاصة بالكولومز بس. ده كده باختصار شريك الابجيك جروب عندي في كل فيو. نمسح تاني وندوس موديفاي. طيب. اخر حاجة في اللي هي اند او اور. الاند او اور ان انا بيخليني اختار معينة واسيمبليز معينة ليهم اكتر من خاصية مشتركة على اساسها ابدأ اعمل الفلتر. لو في اكتر من خاصية لازم اخطها عشان اقدر امسك البارس دي باستخدم انت. طيب لو انا مسلا عايز امسك اه البروفايلز. وليكن مسلا عايز امسك اي حاجة مسلا البروفايل بتاعها اه اتش اي اي متين او اتش اي اي تلتمية. باستخدم اور. لابتعولوا كده انطبق. انا اصرد ان انا مسلا دلوقتي عايز استخدم البارت بروفايل ايكوالز. سيليكت. فروم موديل. اختار العمو. يبقى انا عندي اتش اي اي تلتمية. هعمل ادل الرو هنا. وبعد الاند هعمل اور. وهاجي للرو دوتو هعمله دليت. واختار من هنا سيليكت فروم موديل الاتش اي اي متين. هعمل موديفاي. وهدوس اوكي. وهدوس اوكي. دلوقتي اول ما هاجي. اقص على الموديل بتاعي. هلاقي الاتش اي اي تلتمية والاتش اي اي متين. طب هوا كان في بروفايلز تاني موجودة? او. في بروفايلز تاني موجودة. لو تتذكروا كان في بليت هنا موجود. الغصب البليت كونيكشن. كان موجود هنا برضو البيس بليت كونيكشن. والاستفنرز بتاعتي برضو هي مش موجودة. تمام? الا اول بس الحتة دي تاني عشان صوب بسة عندي قطع. دلوقتي كده انا اقدر استخدم من بتاعتي او بتاعتي اقدر استخدم هنا ايه اللي يظهر وايه المزهر. ده كده باختصار شديد الفيو فلتر بتاعي. هرجع كل حاجة تاني موجودة اوكي. بعد ما خلصت الوبشيكت جروب بتاعي بعد مسلا ما وصلت الفلتر معين اقدر هنا اكتب الاسم بتاعه وليكن مسلا وعمله سيف از. اول ما اعمل سيف از هلاي سيف عندي هنا اقدر في اي وقت اختاره واعمل لود ليه هينزل معي على طول وابدأ اعمل موجودة. ده خاص بكل الفيو الواحد. الوبشيكت جروب خاص بكل فيو لوحد. تمام. ده كده بالنسبة لي الوبشيكت جروب. بعد كده عندي ايه تاني? لو انا عايز دلوقتي عايز اعمل فلتر. عايز امسك حاجة معينة في الموديل. ده اجي في الموديل بعمل كنترول جي وابدأ اعمل فلتر على اي حاجة انا عايزة. وهنبدأ ان نشوف نستخدمها ازاي. اول ما اعمل كنترول جي بيزهر لي بوكس هو هو البوكس الخاص بالوبشيكت جروب. ولكن الوبشيكت جروب خاص بالفيزابيليتي لكل فيو. لكن الفلتر ده خاص ان انا اقدر اعمل على حاجات معينة في اي فيو انا عايزة. وده الاختلاف بين الوبشيكت جروب في الفيو وبين الوبشيكت جروب للسيلكشن فلتر. تعالوا نشوف بنستخدمه ازاي? اول حاجة عندي ان انا بقدر اعمل لود لاي اتربيوت انا سيفته. اقدر اضيف او ادلة اي رو واقدر عمل موف اب وموف تاون. من هنا اقدر اضيف الفلتر بتاعي. بعد كده ابدأ اعمل له سيب اس. بعد كده نبدأ نشوف بنعمل الفلتر ازاي? لو انا هنا دوس كنترول جي. هنا اقدر اعمل نفس بتاعتي في الوبشيكت جروب. هي هي. عايزة اعمل سيف او لود. عايزة اعمل ادي الرو او ديليت الرو بتاعي. هنا ابدأ اضيف الفلتر بتاعي. وإلاكم مسلا انا عايزة امسك الكولومز بس. كبارتات. لو انا عملت بارت نيم اكوالز. سيليكت فروم موديل. واختارت الكولوم. دوست ابلاي. اوكي. ابدأ ازبط السيليكشن بتاعي. دلوقتي لو انا ماسك بارت. يبقى ان المفروض اجي من هنا اعمل سيليكت للبارتس بس. مجرد ما دوس على سيليكت بارتس توكليك. يبقى انا كده اشيال كل السيليكشن عندي من الموديل. واختار السيليكشن على البارتس بس. بجانب ان انا اكون عامل سيليكت اوبجيكت ان كنبوننت لو انا مسلا هافطرد ان انا عايزة امسك حاجة معينة جوة كونيكشن. لو انا جيت هنا عملت زوم اوت. وعملت السيليكشن بتعمل من الشمال. هنا اختار لي البرت نيم اكوال ده كده الفلتر. هو هو الوبجيكت جروب في الطريقة بتاعته. لكن زي انا ما قلت الفيو اه اوبجيكت جروب بالنسبة لي ده خاص بالفيزابلتي اوف جروب اختار اي اللي يبان و ايه اللي ما يبانش. الفلتر يخليني امسك حاجات معينة. لو انا مسلا عايز اعدلهم عايز اعمل لهم نمبرنج عايز اغير اي خصائص فيه. تاني انا مسلا عايز امسك اي اسمبلي مثلا وليكن نيم اكوال كولومس ابلاي اوكي. نفس الكلام هعمل لي سيليكت على الاسمبلي بتاعت العمود كلها. الفرق بين البرت والاسمبلي في البرت مسك العمود بس. لكن في الاسمبلي مسك الاسمبلي الخاصة بالعمود كلها. زي ما حضراتكم شايفين. تمام. كنترول جي تاني. يبقى احنا كده عارفنا ازاي نستخدم الفلتر. اقدر اضيف روس زي ما انا عايز. بطريقة الاند او الور اعمل الفلتر بتاعي. وابدأ اختار الفلتر بتاعي اللي انا عايزه. لانا اعمل دليت رو دليت دليت. لو انا مسلا عايز امسك وليكن مسلا. اي بولت بتاعه مسلا اكوال سيليكت فروم موديل بس انا هعمل سيليكت اول. انا السيليكت اوبجيكت فروم كومبونات. البولت سايز اكوال سيليكت فروم موديل. هو بس معلق شوية. تمام. هو بس معلق بس شوية عشان هو جوة جونجة. تعالوا نعمل الفلتر تاني. هنعمل البولت سايز اكوال سيليكت فروم موديل. ابدأ اختار البولت بتاعي. هو بس انا مش عايز اختار البولت. مش مشكلة. هنعمل مسلا بالويلز سايز اكوال مسلا سيليكت فروم موديل. هيبدأ يختار الويلد بتاعي. هو بس معلق شوية عشان جوة كونجة. هعمل اجي اختار الويلد بتاعي. عشان اقدر اعمل سيليكت للويلد. هيكون من هنا. واختار ان الويلد بتاعتي هي اللي هتكون معمولة عليها سيليكت. وكمان هختار ان انا عامل سيليكت اول ما اعمل سيليكت همسك لي الخاص بتاعي. لو انا عملت المفروض بيبدأ يجيب لي بتاعته. او هيبدأ يطلع لي بتاعته. وابدأ اعدلها او ان انا ادخل من جوة اعدلها حسب بتاعي. يبقى انا كده عرفت من الفلتر بتاعي ازاي اقدر اعمل سيليكتشن للبارت للاسيمبلي للويلد للبولت. لو انا مسلا عايز امسك اه اي اسيمبلي او اي بارت خاص بطول معينة. انا ده نفسي تدس كنترول جين. واختارت من هنا مسلا وليكن تمبلت. اختار من التمبل بتاعتي اختار لنس. عشان اختار لنس مسلا وليكن. هنختار مسلا وليكن الفين ميلي. طيب انا اختار لي اي حاجة طول بتاعها اكبر من الفين ميلي. لو انا ادخلت اوكي. وعملت سيليكت للبارتز. من الشمال اليمين. هلاقي كل البارتز بتاعتي اكبر من تلات تلات تلات. طيب. لو انا دهت عايز اكبرها شفية. هدخل كنترول جين. واختار مسلا هنا وليكن خمس سلاكس. ادخل اوكي. انا عملت سيليكتشن. هلاقي ادي البارتز بتاعتي الاكبر من خمس سلاكس. وحنا كده عارفنا ازاي نقدر نعمل فلتر. وازاي نقدر نعمل اوبجيكت جروب. وازاي نقدر نشتغل على بتاعاته. تعالوا نتكلم في نقطة معينة في التكلا وهي من اهم النقاط اللي احنا عايزين نتكلم عليها. عايزين نتكلم عن النمبرين. النمبرين في التكلا هو ان انت بيتيج لكل حاجة رقم خاص بيها. وبتبدأ تعمل لها اللوحة الخاصة بيها. بعد كده لما تيجي تعمل عشان بعد كده كل بارت او كل يبدأ يتصنع حسب الرقم بتاعه كسنجل بارت الواحده. بعد كده ببدأ اجمعهم في واحد. واسمبلي مع الاسمبلي مع الاسمبلي اقدر اعمل الموديل كله كشوب دروينج واقدر ان انا اصنعه. وبعد كده هنقلو للموقع عشان يترك. ازاي انا بقدر اعمل للمشروع بتاعه وايه هي الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في النمبر. من القلم بتاعت بنختار بتاعتنا في الاول. ده قبل ما تعمل بتاعك. عشان تبدأ تصبط بتاعتك. نطلع لك الشاشة الخاصة بالنمبرينج او النمبرينج سيتنج. وتبدأ تعمل موديفاينج للمبرينج بتاعك حسب الاسمبكس بتاعتك الخاصة بالفيرم اللي انت شغال فيه. وهنا نتكلم علي سيتنجز دي جلوقتي. هنتكلم ازاي ان نقدر نعمل للموديفاينج بتاعتنا. ازاي ان نقدر نعمل للموديفاينج بتاعتنا. ازاي ان نقدر نعمل و ايه هو الخاص بالتكلا. ازاي ان نقدر نعمل سواء للبورت او للاسمبلي. ازاي ان نقدر نعمل بتاعك. حاولنا نرجع تاني وانا جيت هنا من نمبرينج 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 طالما انت بتعمل نمبرينج من اول مرة بتبدأ تتزبط بتاعك. اول حاجة في عندي اول حاجة اللي هي ري نامبر اول. لو انا دلوقتي مسلا عندي الموديل عملت عليه نامبرينج حصل مسلا او حصل ان في نمبرز في نصوات او ايا كان. بابدأ اختار ري نامبر اول عشان يبدأ يركب الارقام من الارقام. لو انا عايزه يختار الارقام اللي في النص يبدأ يسلكت عليها للموديل. ده في حالة ان انت لو عملت نامبرينج قبل كده وفي ارقام برضو في النص وعد. بيبدأ يختار الارقام اللي في النص بس اللي هي ما ما فيش اي اسمبلي تختارها. بعد كده بتبدأ تختار او لو انت رسمت اي ممبرز جديدة ما اخدتش نامبرين. لما تيجي تعمل نامبرينج تختار ايه? هل بتاخد نيو نامبر ولا كومبيرتو اولد? الطبيعي انها بتاخد تيك نيو نامبر. او انك تقدر تعمل كومبيرتو اولد لو في ممبر زيها بالزبط. نبدأ ياخد نفس النامبرينج. الموديفايد بالنسبة لنفس النظام. هل بابدار اعمله كومبيرتو اولد? ولا كيب نامبر اوف بوسيبول? لو في حالة ان هو الممبر دوت اه ما فيش غيره او ان فيه غيره بس الفرقات اللي حصلت خفيفة ما تأسرش معاه في النامبرينج. او لا ادي له تيك نيو نامبر. هنخليه مثلا كومبيرتو اولد كومبيرتو. السينكورونايز وز مستر موديل اللي هو سيف نامبرينج سيف. يبدأ يطلع لك شاشة لما بتيجي تعمل نامبرينج. ويبدأ يقول لك مثلا هل في حصل تشينجيج للنامبر سواء للبورت او للأسيمبلي. ده كده السينكورونايز. ده في حالة ان انا دلوقتي لو انا عندي اسيمبلي لنفس النمبر. وفي اسيمبلي حصل عليه تعديل بسيط. ادى لتغيير نامبرينج او في اسيمبلي. اول ما بتعمل نامبرينج بيعملك كلون من اللوحة بتاعك الاسيمبلي ده. يبدأ يعمل لوحة زيها بالزبط. ده في حالة انت عمل لهم كرييشن للاسيمبلي دروينجز بتاعك. الكلونينج في التكلا هو هو زي الكابي. كأنك عملت لللوحة كابي للوحة تانية. بس اختلفت الارقام بتاعك الى السيمبلي. طيب. نيجي هنا على اليمين. ببدأ اعمل بايه? هل دي ترى اخلي تأثر معها في النمبرج ده طبعا? تأثر معها في النمبرج ولا لأ? يعني هي غالبا مش من اختارها تكير. دول بنسبة كبيرة بنختارهم. هو الخاص بالبارس. سواء هو مسلا في الميدل ولا في الطب ولا في البوتل. ودي كلمنا عنها قبل كده لما جينا عملنا موديل. هل الاسيمبلي نيجي انت عايزو اه يأثر معايا في النمبرنج ولا لا? دي برضو حسب فيرميز التانية. اه او 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 دولة تخاصين بالاخرصانة. ده ممكن تستخدمه ولو انت عندك في المودل. المسكينج في المودل لو انت عندك مسلا مسامير معينة والبليت اللي هيشتغل فيها المسامير هيكون حوالي المصمرة مش هيكون في دهان. ما انت بتقدر تعمل حاجة اسمها عشان انا اقول له في اللوحة ان الحتة دي ما تدهنهاش. اللي هو المصمرة. برضو مش بتأثر معايا كتير. بالنسبة للويلز هل انت عايز الويلز يأثر معايا في النمبرج ولا لا? برضو دي من من التاني. بالنسبة لي ان انا ابدأ اختار اه هل التوليرانس بين مسلا السيمبلي والتاني. لو نفترض مسلا اه كاميرا اسيمبلي وكاميرا تانية اسيمبلي. لو الفرق ما بينهم كطول مسلا وليكن واحد ملي فيما اقل. لا اعمل اجنور وخلي الاتنين ياخدوا نفس النمبر. طيب لو انا عندي توليرانس تدوت اكبر من واحد نمبر لا هيبدأ كل واحدة تاخد رقم بتاعها. دي كده مواصم اللي احنا بنحتاجها. مجرد ما بتزبطها تبدأ برضو تعمل اترب نوت هنا وتعمل له سيف اس. اي وقت تختاره وتعمل. خلانا نشتغل على الموجودة دلوقتي. زي ابدأ اعمل الموضل بتاعي. اعمل وعمل عشان يبدأ يعمل الموضل بتاعتي كلها. بالبرس الموجودة فيها. اعمل من اليمين للشمال. عشان انا عامل فلتر فاعدم اشيله. افكد من النقطة دي انك مسك كل حاجة. ابدأ كده نشوف لما انا دلوقتي اجي من نمبر وعمل اللي بيحصل. حاجة هاختار تاني كده. هعمل ده كده اللي بيطلع لي لما بعمل بيبدأ يطلع لي النمبر بتاعي. انا هنا عشان ما حصلش في بتاعي فقال لي ان ما فيش اي تغيرات حصلت. طب لو في اي حاجة اتغيرت سواء برض اتغير بتاعه. او ابتدأ اتغير بتاعه. بابدأ اختار اقول خلاص تمام التغيير دوت او لا. لو بالنسبة لي التغيير دوت ما فيوش مشكلة باجي من تحت بقى اعمل حاجة اسمها اللي هو بالنسبة لي اعتمد دوت. او لو انا ادوس يبقى انا كده بالنسبة لي دوت كأنه محصل. وابدأ اضبط بتاعتي بحس ان ما فيش حاجة تفصل لنمبرج عندي في الموضل. وبيديك وقت معين تعمل فيه بتاعي. زي ما حضراتكم حايفين. ادوس مسلا سيف للنمبر. يبقى انا كده عندي الموضل بتاعي اصل لنمبرج. حاجة سريعة بس انا كنت عايز اتكلم فيها. لو انا دولك عايز اعمل انكواير لاي بارت بالنسبة لي. الانكواير عندي بستخدم حاجة. لو انا دولك اعمل كليك يمين ودوس انكواير بارت. بيبدأ يطلع لي الخصائص بتاعته. او فايل. بارت بوزيشن. بابدأ اختار الحاجة بتاعتي. الخصائص بتاعتي بابدأ اشوفها. سواء من اريا او فوليوم او وهكزا. ويبدأ يقول لي هي موجودة على الان هي. ده كده الانكواير بارت اخر حاجة بيتكلم فيها هي وحصل لها كرييشن فين وحصل لها موديفكيشن فين. من انسرت او بقدر اشوف في كل بارت او في كل اسمبلي. ايه التغيرات اللي حصلت فيه ومن اللي عمل. الانكواير التن اللي عندي بالنسبة لي هو انكواير اسمبلي. الانكواير اسمبلي ده بيخليني اشوف ايه موجودة في انهي اسمبلي وهي عبارة عن ميم بارت. لانا ده الوقت اعملت انكواير اسمبلي بيديني كزا. بيمفروض بيديني لون البرتقاني واللون الاصفل. اللون البرتقاني زي ما اتكلمنا يرمز للميم بارت. واللون الاصفر يرمز للسكند ريبورت. هنا اقدر احدد هو ميم بارت ولا سكند ريبورت. طب لو انا هافطرد. هافطرد مسلا. ان انا بالنسبة لي الكاميرا هي السكند ريبورت. وانا عايز اخليها الميم بارت بالنسبة لي. اعمالها ازاي? باجي المفروض ان انا امسك الكاميرا بتاعتي. لحظة في حاجة في الشرق. can we use our own numbers for items? بالزبط. مستقل خراكة على الحاجة. دي ريبورت اللي انت عملت اه توكليك على اي كاميرا. النمبرينج دوت بيطلع يعني بياخد النمبرينج بتاعهم نين? ياخدوا من النمبرينج سيريز. نتكلمنا عليه في اول محاضرة الخاصة. هنا احنا عملنا البرت نمبرينج والاسيميلي نمبرينج بتاعنا. على اساسه بيبدأ يعمل النمبرينج للسيليكتد اوبجيكت بتاعك. يبقى انت كده تقدر تختار النمبرينج سيريز بتاعك. على اساسه بيطلع يبدأ يعمل لك النمبرينج دي كامل. حتى ما نكون جاهزة على سواء الحضرات. تمام كده? طيب. هنتكلم دلوقتي اه ازاي قلنا لو انا دلوقتي اه عايز اعمل اه الاسيميلي بتاعي لو هو مش مصبوط. هو بدل ما هو من بورد. ازاي اعملها? هاجي مسلا همسك الكاميرا لو هفترج انها هي السيكوندري بورد. باجي من حاجة هنا اسمها اسيميلي. سيت از نيومين بورد اوف اسيميلي. دي بتبدأ تخليه المين بورد يبقى هو المين بورد. ويبقى احنا كده فهمنا الانكوير بورد والانكوير اسيميلي. وزاي اخلي اي حاجة هي المين بورد. تمام. نرجع تاني كده لطاح. يبقى احنا كده ازاي نعمل النمر بتاعكنا. وزاي نعمل النمر بتاعك. النمر بتاعك. النمر بتاعك ده تعبار عن ايه? انا جيت هنا بالفور من النمر نمبر موضيفايت اوضي. استخدمه لو انا مسلا عدلت في بعض اجزائه معينة في الموديل ومسلا الموديل عندك بيه. ولو انا عملت له ممكن مسلا الموديل يهنج ولا حاجة. او المسلا هياخد وقت على ما يعمل دي بستخدمها لو الابجيكت دي موجودة في كزا مكان متفرق والمودل عندك دير وممكن يهنج فهو هيرقط ان اي حاجة حصلها ومحتاجها بيعمل لها نمبر ده كده استخدام ايه هو السيف بيليميناري مارك ايه هو البرلميناري مارك هو اول رقم بياخده البرت او الاسمبلي لما ما عمله نمبرنج لأول مارك بمعنى في الوقت مسلا عندي الكاميرا دي مسلا وليكن بعمل لها عندي البروفايل والماتيريال والجريد والاسمبلي ملاقي كل داتا بتاعتي هنا في المودل انا دوس عليه هنا تو كليك مبدأ الاقي الداتا بتاع الكيردر لو انا مسلا دوست حاجة اسمها يوزر ديفاين اكريبيوت بابدأ الاقي بعض الخصائص الخاصة بالبرت ده من ضمنها البرلميناري مارك لو انا عملش السيف بريليميناري مارك يبقى انا بالنسبالي اول نمبرنج خصل للبرت دوت اول الاسمبلي دوت بيبدأ يتخطى عندي في الخانة دي بتاع له كده نشوف هنوزر عندي هنا عندي البرت واربعة والاسمبلي بوزيشن بتاعه جي وان بتاع له كده نمسك المودل كله وهنعمل من حاجة اسمها آآ من النمبر بعمل حاجة اسمها سيف بريليميناري مارك وانا ماسك المودل بتاعه كله خلاص قللي بريليميناري ماركس كرياتيد تعال كده نشوف البارت بتاعنا من يوزر ديفايند اتريبيوت هلاقي البريليميناري بتاع البارت من نسبالي اتفاين دعالت اننا نحصل موديفكيشن والنمبرنج بتاعه اتغيرت وانا نسيت هو فين ممكن اعمل فلتر اننا امسكري البريليميناري مارك بتاعه اسمه الف واربعة ازاي من كونترول جي مبدأ بختار يكون البارت مبدأ اختار حاجة اسمها البريليميناري مارك اللي هي موجودة هنا مسلا بختار اكوال سيلكت فروم مودل او ان انا احط القيمة بتاعتي اللي هي الف واربعة انا دست ابلواي ايه اعملت سيلك البارت هيد ده يختار لي البارت بتاعتي بتاعتها الف واربعة ده في حالة ان انا حصل تغيير مسلا في واحد منه وتغير الرقم بتاعه ولا اسميلي بوزيشن بتاعه احنا كده فهمنا ايه هو البريليميناري مارك بتاعتنا طيب ايه هي النقطة اللي بعد كده هي الشينج نمبر دي بنسبالي لو انا بحتاجها عشان اغير رقم حاجة معينة فبدا بعملو ازاي لجي من بتاعتي بختار حاجة اسمها تنجي نمبر عندي كزا حاجة عندي حاجة اسمها تنجي بارت نمبر انا عايز اغير نمبر حاجة معينة تنجي اسمي اللي ما انا عايز اغير الرقم بتاعي اسميلي اللي انا امسكه بعد كده ممكن استخدم clear part and assembly number اللي ما انا عايز اعمل clear numbering لكل الاسميليز والمارس اللي عندي عشان هبدأ اعمل numbering من اول وبديد clear part numbers عشان لو عايز اعمل delete للارقام الخاصة بالبرتات نفس الكلام للاسميلي نمبر لما اجيب اعمل change part number هاجي بس قبلها اختار مسلا وليكن البرت دوت هقول change number change part number ايه هو ال position number والنمبر series. النمبر series عندي الف واحد. الف واحد دي جابها منين لو انا دست هنا على القمرة ايه دي الالف واحد بتاعتي ده النمبر series بتاعه. ال position number بتاعه اربعة فعشان كده البرت نمبر الف واربعة. لو انا هنا كتبت خمسة مسلا. حمالة assign. يبدأ يطلع على لسانة دي معناها ان في حاجات اتنى زيه فما ينبعش من انا اجدله رقم دي. لكن لو هو حاجة مختلفة اقدر اغاير الرقم بتاعه. بس ده كده سريعا لو انا عايز اغاير رقم اي حاجة بابدأ احط الرقم اللي انا عايزه من هنا. اول ما يدوس assign يبدأ يديله البارت نمبر الجديد بتاعه. تمام كده? طيب. يبقى احنا كده فهمنا ازاي نقدر نعمل change للبرت نمبر. change assembly number بالنسبة لي هو واخد جي وان عشان هو position number بتاعه واحد. وننمر بتاعه جي واحد. فعشان كده واخد جي واحد. لما اجي بعمل change assembly number هل بعمل assign لselect object only اللي هو الكاميرا اللي انا مسكها بس? او ان انا بعمل assign للobject وزا same number. بمعنى. logic والsame number انا دلوقتي اي object واحد جي واحد ابدأ اعملي change للassemble number الجديد. ده كده change assembly number والchange part number. لو انا دلوقتي عايز اعمل clear سواء للبرت او الassemble number بيكون منها. طيب. اخر حاجة هنتكلم عنها في numbering اللي هو compare. ازاي ابدأ اعمل compare بالنسبة لي? بمعنى لو انا عندي two parts اه المفروض ان هما كل حاجة زي بعض. ولكن هما اخدوا numbering مختلف. ازاي ابدأ اديهم نفس الرقم? بقى اعمل حاجة اسمها compare. تب ازاي? ارجع كده للموديل. افتر المسلا وليكن والكاميرا دي. والكاميرا دي. انا بس نشير الفلتر. الكاميرا دي مسلا والكاميرا دي. انا دلوقتي بختارهم هما الاتنين. انا اولا كده يعني انا شايف ان الكاميرا دي اطول من دي بكتير. فاكيد ان هيكون الرقم مختلف. طب ازاي? يعني انا بمسككم هما الاتنين دلوقتي ودوس clicking. وجيت من compare اخترت compare parts. اول ما ادوس compare parts هيطلع لي. حاجة تحت اسمها part geometry difference. معنى ان دلوقتي عندي part geometry difference معناها ان من part geometry عندي حاجة اسمها length. او width او آآ ال volume. بيبدأ على اساسها يعمل الاختلافات ويبدأ يدي لكل حاجة number in بتاعها. فمعنى كلمة part geometry difference معناها ان اللينس بتاعهم مختلف عن بعض. دي حاجة من ضمن الحاجة ايه. طيب لو هنفتري مسلا انا عند الكاميرا دي والكاميرا دي. وبيت هنا مسلا قلتلكم compare parts. بتاعت قال ايه? they seem equal to me. والمفروض انه هما الاتنين كده اكوال زي بعض. طيب لو انا دلوقتي عايز اتاكد ان بتاعتهم مسلا مصبوطة. تعالوا نمسك هنا ونمسك هنا ونعمل حاجة اسمها assembly. قال لي position number of component difference. معناها ان هنا واغدة position number هنا واغدة position number. عشان كده اصل اختلاف في number one. طيب لو انا مسكت الكاميرتين دول. وعملت حاجة اسمها compare assembly. قال لي ايه? they seem equal to me. طيب. عشان الموديل ده هتلاقى الكاميرتين دول واغدين نفس number. لو هنفترض ان الرقمين مختلفين. هنفترض ان الرقمين مختلفين. دي مسلا وليكن واغدة مسلا بي وان ودي واغدة بي تو. وهما الاثنين المفروض هما اكتوات زي بعض. وجيت عملتكم compare part. وعملتكم compare assembly. لقيتهم زي بعض. قال لك زي يسيم equal to me. فانت بتيجي تمسك مسلا وليكن القامير دي هنفرض ان هي البي تو. تبدأ تعمل change number بتاعك change assembly number. لو هي مسلا بي تو بتخليها بي واب. وتبدأ تعمل لها assign. تلاقي اثنين اللي نلعتوا نفس النمبر. بتبدأ تعمل numbering تاني بتلاقي القاميرتين واغدين نفس البوزيشن المبر بتاعه. يبقى تكده بشكل سريع ايه هو الكمبير. باي. بالنسبة للفلترز والفيو ستنجز بالنمبر دي. في حد عند سؤال اللي غاد دلوقتي في النقطتين دول? لو في حد عنده اي سؤال ممكن يكتب في الشهد. طيب لو ما فيش اي سؤال استسيلكم لو تكتبوا رقم واحد في الشهد. تمام 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 تمام. طيب احنا مقدر ندخل دلوقتي على النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بالنسبة لي هو الخلاششيك. الخلاششيك بالنسبة لي ان انا دلوقتي اقدر اعمل زي اه انترفيرانتشيك معين. يخليني ابدأ اشوف ايه الخلاشات اللي عندي في موديل التكلا. وابدأ احلها قبل مصدر الموديل التكلا بتاعي لأي اه برنامج مثلا زي. لو انا دلوقتي جيت في الموديل اعمل تلو سليكشن ثم وعملت هتطلع لي اللي ابدأ اشتغل عليه. تعالوا كده نشوف في الموديل ازاي نبدأ نشتغل عليه. نرجع تاني كده للموديل. عامل بتاعي. يك يمين عندي حاجة اسمها كلاش. يبدأ يعمل بتاعتي. زي ما حضركم شايفين عندي خمسة واربعين كلاش. الكلاشات عموما زي ما حضركم عارفين عندي تلات انواع من كلاشات. عندي مسلا هورد كلاش. انه مسلا حاكتين داخلين في بعض بشكل كبير. عندي مسلا نشوف صوفت كلاش. مسلا حاكتين قريبين من بعض بس ممكن مسلا يتعملهم اجنور او ان هم يتحلوا. وعندي حاجات اسمها دي مش بتطلعها البرامج. دي انت بتطلعها باي بتاعك او باي الوركو فلو بتاعك. الوركو فلو كلاش مسلا دي اه اللي انا عندي مسلا غرفة فيها محاول كبير. فانا المفروض قبل ما شطب اللوحة الغرفة بكاملها مسلا ببدأ ادخل المحاول الكبير دا وده في حارة ان مقاسه اكبر من مقاس الباب الخاص بالغرفة. ده مسلا كلاش مش هيطلعه لك برأي برنامج. بس انت تبدأ تطلعه. تعالوا كده نشوف دوت ابدأ اتعامل معها ازاي. دي الكلاشات اللي موجودة قدام. كل كلاش منهم انت بتبدأ بتختار ازاي هو او مفروض يكون السايد. لو انا جيت مسكة المودل عندي هنا. اول ما اختار الكلاش بوريك الكلاش دوت فيه. لو هدلوقتي اختارت مسلا الكلاش دوت. بيبدأ يقول لي الكلاش دوت فيه. طيب. لو هدلوقتي مسكت الكلاش دوت. وجيت من هنا عملت زوم زلتي. بيبدأ يعمل لي زوم عليه. زومت بيبدأ يعمل لي زوم عليه بس هو بس ما هنشوف. تمام. هنطرب مسلا من كلاش زي دوت. الكلاش دوت اللي هو ما بين الكاميرا والعمود والبليتز. فكلاش دوت كده بالنسبة لي هارد كلاش المفروض انه هو يتحل. طبعا لو الكنيكشن اللي هنا بتاعت الكاميرا موجودة مش هزهر لي كلاش دوت. تمام? طيب تعالوا كده نجوف اي كلاش تاني. زي ما حضركم شايفين الكلاشات كلها فوق. عشان الكلاشات ديات عشان نكون مش معمودة. زي ما حضركم شايفين. طيب. مين اللي بيحدد الكلاش دوت هوا هارد ولا مش هارد? طيب ايه نشوف كلاش زي دوت هو عملي الكلاش بين القلم والبليت. تبليل الكلاش بين القلم والبليت دوت. او انا اعترض اني مسلا العمود دوت على. جيت جبت الكلاش دوت وروحت هنا. هلاقي ان العمود داخل في العشان كده هو مطلعه الكلاش. طيب يبقى احنا كده عارفنا الكلاش دوت هو ايه? ويبدأ يقول لك الاسمبل اي دي والاوبجيكت اي دي ويبدأ يعمل لك. طيب عندي حاجة اسمها وعندي حاجة اسمها بالريورتي. بالنسبة لي ان انا ابدأ اختار اول ما اعمل كليكي مين هنا على الكلاش. بيبدأ يقول لي في الاسمبلة دي اصاين ولا فكس ولا ابروف ولا اجنور. اصاين دي لو انت عايز تعملها اصاين لحد اعلى منك عايز يشوف حل للمشكلة دي او ان انت اللي هتحلها مسلا ابروف ان الكلاش دوت بالنسبة لك خلاص ما ما فوش اي مشكلة او اجنور انك تتجاهل الكلاش دوت. ده كده بالنسبة لي للستيطس. بالنسبة لي عندي كزا حاجة. اللي انا اخترت كليك يمين بلاي اما هاي يا اما ميديم يا اما لو. ده بيخليلي ابدأ اعمل فلترز لكلاش ازباعتي. ابدأ اختار هي هاي او لو او ميديم. اللي فاتح المويت لو سمحتم. تمام. طيب. دلوقتي انا كده مسلا اطلع للكلاش وبدأت احدد بتاعته وبدأت احدد البريوريتي. لو هنفترض ان انت مسلا عايز تحل الكلاش دوت. وانت واقف عليه. هتختار ايه? اول حاجة عندك الكلوم دوت انت عايز تعمل له قط مع البديل. هنختار مسلا وليكن. الاين قط. وابدأ اختار مسلا العمود. وعملت القط بتاعي. كده بقى العمود معمول له قط مع البديل. انا عايز اتأكد ان الفلاش بتاعي دوت اتحل بالنسبة للتيكلا. هبدأ اختار الفلاش تاني. وهاجي من هنا هعمل بمعنى اعمل لي على الكلاش دوت. اول ما هدوس عليه. هيجي هنا في الفلاج تطلع لعلامة صح. معناها ان الكلاش دوت اتحل. طيب. لو بيطلع لي علامات غير كده. ممكن يطلع لي مسلا علامة استفهام او يطلع لي اه يطلع لي من غير فلاج. ده معناه ان الكلاش لسه متحلش. ده بالنسبة له لسه متحلش. لك ان هو كده بالنسبة له الكلاش اتحل. تمام كده? احنا كده عارفنا ازاي نعمل الكلاش ازاي نبدأ نشوف والبريورتي. وازاي بعد ما حلنا الكلاش. نبدأ نمسك الكلاش تاني ونعمل له ويبدأ يشوف هو الفلاش دوت اتحل ولا لا. وابدأ اعرفه اتحل ولا لا معنا طريق الفلاج. اخر حاجة عايز اتكلم معنا في الفلاش بتاعتي. لو انا دلوقتي حليت جزء معين مسلا واليوم بتاعي مسلا تخلص. وهاجي تاني يوم احل الفلاش بتاعتي. بابدأ اعمل للكراش بتاعي او بتاعي. اول ما اعمل له بتسايف في المودل فولدر بفايل اسمه الكراش اس. بابدأ ادي له الاسم بتاعه وليكن مسلا. وانا. وادو السيف. انا كده بالنسبة لي دوت اتسايف بالاتريبيون بتاعته في المودل فولدر. طيب. لو انا دلوقتي عايز اعمل او عايز اعمل ده لو انت عايز تعمل من اولو جديد. او من لو انت عايز تفتح الفايل بتاعي. طيب لو انا صارت ان الشاشة دي ما فيش مفتوحة. وانا عايز افتح جيب تاني يوم. وعايز افتح بتاعي. عشان ابدأ اكمل. هيجي من درو المانج. نختار حاجة اسمها كلاش شك. من مانج نختار كلاش شك. هو فتح تاني لها. على اخر كلاش شك انا اعمل. وهنا هو اا مش مفتوح. او انت فتح مانج اا كلاش شك. ولقيت ان الكلاش بزاعتك مش موجودة. بتبدأ تعمل اوبين. بتبدأ تختار فايل الكلاش بتاعك ويعمل له اوبين. بيفتح لك الكلاش بتاعك. وبتبدأ تكمل الكلاش بتاعتك. ده كده باختصار الكلاش شك اللي عندي. في التكلا. تبدأ. تعمل اصلي الكلاش بتاعتك. تبدأ تحلها. تبدأ تعمل ريكلاش شك. عشان تشوف المشكلة بتاعتك وتحلت ولا لا. تقدر تقدر تعمل سيف او اوبين للكلاش شك فايل بتاعك. ده كده باختصار الكلاش شك عندي في التكلا. هل في اي سؤال بالنسبة للكلاش شك? لو في اي مشكلة او في سؤال افزانك لو تتكيش شك? تمام. طب احنا كده نقدر ندخل على النقطة اللي بعدها. اللي هي بالنسبة لي. او. تمام? في سؤال كده. هل لو في مشروع كبير فيه طريقة تانية اقدر يحلي بها الكلاش اسرع? بص اقول الحركة على حاجة وش مدد. الكلاشات اللي انت بتعملها مبدايا في برامج زي التكلا او ده بالنسبة لك بيكون بداية حل الكلاشات عندك. يعني تبدأ بتحيل الكلاشات تبقى لديسيبلن بتاعك بس. سواء كاركتكشور سواء كام اي بي. دي الطريقة اللي انت بتبدأ بتحيل الكلاش بتاعك. بتبدأ تمسك الكلاش وتشوف ايه المشكلة اللي فيه وتحله. بتبدأ تعمله تشوف تحله ولا لا. تمام? ده كده بالنسبة للتكلا. بالنسبة برضو نفس النظام بتاعمل حاجة اسمان ترسلت. تبدأ تحل المشاكل بتاعك. خلاص انت دلوتي بتاعك بالنسبة له وما فوج اي مشكلة. الفايل ايه زيرو كلاش بالنسبة لك. لان هو ممكن يطلع لك كلاشات. انت بالنسبة لك تبقى اجنور زي ما اتكلمنا في بتاعك. وتبدأ اتوادي البرنامج مثلا زي وتبدأ يطلع لك الكلاش بتاعتك مع التانية. تبدأ تعمل الكلاشات بتاعتك وتبدأ تعمل راني كلاشات عندك على النبيز وتبدأ تحلها واحد احد. ده كده الطريقة المستخدمة بشكل شائع في الخلاش دي تكشن. تمام كده? اتمنى اكون جاوتا على الصور حضرين. تمام. طيب لو حربت الكلم في مشروعه كبير قوي. آآ كزا زون دوت آآ بتبقى حسب او هو اللي بيحدد. هل المشروع دوت هيتقسم على مسلا مليكن انشائي مسلا. هل مسلا هيبقى على موديلين تلاتة? انشائي وموديلين تلاتة زيهم معماري وزيهم ايمي بي. وابدأ امسك مسلا زون زون. في كل المشروع ابدأ حلالات كلاشات بتاعتها لوحدها. دي اللي بحددتها البروجيكت مانجر او البيمانجر. تمام. اندي بعد كده حاجة اسمها بعد ما عملت بتاعي وعملت النمبرينج. وخلصت بتاعتي. بابدأ اعمل لدرونز. درونز بالنسبة لنا في الستيل تلات حاجات بنبدأ نعمل لهم كرياشن. بابدأ اعمل اول حاجة كرياش لجي اي دروينز وابدأ اطبقها. الجي اي دروينز اللي هي درونز. دي آآ بنسبة كبيرة بتكون آآ زيها زي لوح الاي في سي اللي جاية لك من الكلينت. وبتبدأ تعمل زيها بالزبط. وبتبدأ تبعد له اللوح كلها عشان يديك على الشغل بتاعي. دي كده لوح الجي اي. لوح الاسمبل دروينز دي خاصة بكل اسمبل لوحده بتعمله لوحة. وبتبدأ تزبط اللوحة بتاعته بحيس انها لما تروح للشوب يعرف يشتغل عليها. دي خاصة لكل لوحده بيتعمله لوحة. بحيس ان انا في البداية في الشوب. يبدأ يعمل آآ تصنيع للبارتز لوحدها بكل حاجة بتاعها بالكاونت بتاعها. بعد كده بيبدأ يرجع بتاعتي. يبدأ يركب كل بارتز مع بعضه في بتاعته ويبدأ يعمل بتاعته عنده في المصنع. اللي بعد كده بيبدأ يوديها للموقع عشان يركب. طيب. تعالوا شوف ازاي نقدم نعمل لجي اي دروينز وللأسيملي دروينز وللسينجل بارتز. لما انا اجيت عندي هنا. بحيس اعمل لجي اي دروينز للثريدي فيو الخاص دولة. باجي هنا بعمل اصدق يمين بختار حاجة اسمها او ان انا اجي هنا من ببدأ اختار ببدأ اختار اسازيكم بس الفتح المايت لو سمحكم. اول مختار ببدأ يطلع لي هنا ايه هي اللي انت عايزها في اللوحة طبعا عشان انا واقف على فانت المفروض اه بالنسبة لك انك بتعمل بيكون اول لوحة في المشروع وبيكون في الوحة الوحة فانت هنا اختارت بس تقدر باستخدام تستخدم اكتر من تمام كده دي كده اول حاجة بتختار بتاعتك بعد كده انت اللوحة دي بتاعتها تيجي من هنا تبدأ تختار اللوحة بتاعتك تختار الاتريبيوت بتاعها المناسب لها ولكن هنستخدم الستيل جي اي سريد فيو وهعمل له لوحة بتلاقي اول حاجة عندك حاجة اسمها النام التايتل وان التايتل تو التايتل سري ده الاسم الخاص باللوحة التايتل وان التايتل تو التايتل سري دولة حاجات انت بتبناهو عشان نسمعو عندك في الوحة وهنشوف هما بيكون موقعهم فين في اللوحة ودي البروبرتز الخاصة باللوحة بتاعتي تعالوا نعمل كريشن للوحة بعدك انا تشوف ايه هي البروبرتز دي هدوز ابلاي اوكي وهعمل اوبنينج لدروينج لما يعمل لي لها الكريشن بعد كده هاختار كرييت هو كده عمل لي كريشن للوحة بتاعتي الخاصة بالسري دي فيو مفروض مفروض دلوقتي ان انا هيفتح لي اللوحة زي ما حضركم شايفين دي كده اللوحة الخاصة بالسري دي دي الديفولت دروينج الموجودة في برنامج التاكلة اللي بتبدأ ايهنا تحط بتاعتك تحط اسم البروجيك الكلينت الكنتراكتور والتايتل ويديك السكيل ويرفجن بتاعتك وادي السري دي فيو الخاص بيه فتاعنا كده نشوف ايه البروبرتز سريعا كده ايه اكتر حاجات انا بستخدمها عندي في المشروع اول حاجة اللوحة دي على كامل توقع على اسري او غيره بتيجي هنا من اطفل تختار حاجة اسم تبدأ تختار المناسب لك ده كده لو انت عايزها على انهي بعد كده تبدأ تختار من هنا من ايه اللي انت عايزه يزهر وايه اللي مش بيزهر دي اه مسلا بتختار بتاعت تبدأ تختار بتاعك يكون على صفر يكون على غيره دي معظم الحاجات اللي احنا بنحاجها في تمام بعد كده عندك بعد عندك الخاصة اسماعيل فوزي حرك رفع ايدك لو في ايه حاجة حركة ممكن تكتب في الشات وانا هجاوب على حضرتك تمام اه بالنسبة هنا ببدأ اختار الديميشن بروبرتز بتاعي الديميشن بروبرتز بالنسبة لي ببدأ اختار شكل الديميشن بتاعي هيكون عبارة عن ايه سويا سريت او اتيومولاتيف ببدأ اختار الانجل بيكون شكلها عامل ازاي الترنجل عامل ازاي اليونس بتاعتي وهكذا ببدأ اختار شورت ديميشن بتاعتي بكون عامل ازاي ده كده اول حاجة شكل الديميشن بعد كده باختاري الابيرنس بتاعه بيكون بلون ايه لو عندي ارز بيكون السنك بتاعها كم الهاي بتاع التكست بتاعي والفونت بتاعي تقدر تعمل تقدر تختار التكست المناسب لي ده كده بالنسبة لي نيجي بعد كده بحاجة اسمها الماركس الماركس في اللوحة انك تبدأ تختار الماركس بتاع كل حاجة عندك في المشوى اكثر حاجة بنستخدمها هي والبورت مارك والويلد مارك ايه هو البورت ماركس بنسبة لي انه انا يبدأ يقول لي هنا انت عايز بتاعت البورت بتاعتك بتاعتك عبارة عن ايه يعني يشور لك على البورت ده يبدأ يختار انت عايز بتاعه او البورت بوزيشن او البورفايل المتاري الاو كده هنوزل نختار البورفايل ودوس موديفايل بص هنا عندي كده في اللوحة عملك السين للبورفايل بتاعك في اللوحة مسلا ان انا دورة تعمل واختطة ودوس موديفايل طلع لك لكل حاجة هي ده كده بالنسبة للبورت ماركس ببدأ يطلع لك الماركس بتاعته هي عبارة عن كم ده تبقى ان النامبرينج اللي انت عملته تمام كده ده كده بالنسبة للبورت ماركس البورت ماركس بالنسبة لك انك تبدأ تختار البورت ماركس بتاعتك هي تظهر ازاي بليكم مسلا احنا اول حاجة بتختار النمبر اوف بولت عندك مسلا النمبر اوف بولت بعد كده بتختار مسلا اول ما ادوس موديفايل قالك انا عندي دلوقتي تمانية اا لاربعة وعشرين ممكن مسلا اجي هنا اكتب تيكست ممكن مسلا وليكن داية اللي هي خاصة بالدامتر واجي من هنا اعمل لها موف اوب وادوس موديفايل اجي هنا بره ادوس موديفايل عليه لقط هنا تمانية داية اربعة وعشرين يعني ببدأ امسك كل حاجة واعمل لها الاتريوس بتاعتك في البرت مارك او في الويلد مارك بيبقى كله نفس الكلام ببدأ هنا مسلا لو انا بختار الديا ببدأ اختار اللون بتاعها والفيكست بتاعها بختار البروبرتز بجاعتها منها ببدأ اختار الحاجة اللي تظهر لي وعمل لها اد ببدأ اعمل لكل واحدة فيهم البروبرتز بجاعتها هي تظهر ازاي خلني مسلا نتقرب على كلمة بايا هخلي مسلا اختار بتاعها لونه مسلا اصفر وخلي الهاجة بتاعها مسلا وليكن ثلاثة مثلا خليه وليكن ثلاثة مثلا خليه وليكن رجال ودوص في ودوص موديفايل بيبدأ يعمل لالصين للبروبرتز اللي انا حطيته فانت كده تقدر تعمل شكل بتاعتك او شكل بتاعتك وتبدأ تسايفها مسلا وليك تبيه هنا مسلا بولت مارك واعمل لها مجرد ان انا في اي وقت اقدر اعمل لها يبدأ ينزلها معايا فنقدر اعمل اكتر من بولت مارك بالنسبة لي ولو انا البولت مارك دي بالنسبة لي مش مناسبة ابدأ اعمل لود لاي اترابيوت تاني نفس الكلام للبروبرتز يبقى احنا كده فهمنا البولت مارك والولد مارك بيكون عامل ازاي طيب الولد مارك دوت دوت بيكون عبارة عن ايه من النسبة اللي بقول له لو انا عايز اظهر الولدات اللي عندي في البيو دوت ببدأ اختار اول حاجة الولد نمبر غالبا بنختاره ياس طيب الولد اللي انت عايز تظهره هل انت عايز تظهر الولد ولا الوركشوب ولا بوست تظهر وتظهر الوركشوب تقول لك انا نجرب ان احنا نختار نظهر الاتنين بس احنا انا ما عندناش بالنسبة لك يقول لك المنمم اه اللي يظهر بالنسبة لك هنختار انسيموا مسلا اربعة زي ما قلت انا ندوس زي ما حركم شايفين اظهر لي كل الخاص عندي في المشروع وليكم مسلا ده مسلا الولد عشر اللي احنا كنا نحطينه الفلت ده مسلا الولد سبعة ده مسلا الولد عشر ده كده بالنسبة لي الولد مارك بتاعتي نفس الكلام اقدر اعمل لها وعمل لها وفي اقدر اعمل لها ده كده بالنسبة لي للبارت مارك او للويلد مارك او للبولت مارك بالنسبة تسعين في المية انت مش بتاعتكم. بتحتاج في حالة واحدة لو انت عندك المنشأ بتاعك دوت هيبقى ليه مع منشأ تاني جنبك. وانت مسلا منزله مسلا وياكم بفيز معينة ومنزل آآ الموديل دوت ان هو ما يراش اي حاجة فانت عايز تظهر الجزء ده من الموديل ده. وتبدأ تختار ان هو يظهر وتختار طيب. بعد كنا عرفنا الماركس بتاعتنا. بالنسبة للوبجيك. دي هستخدم ايه? نفس الكلام والبورت والويلد. هنشوف كمان الجريد. البورت بالنسبة لك يظهر ازاي? دي بتاعت البورت بالنسبة لك ان هو يظهر ازاي? لما يكون فيزابل يظهر بلون ايه? نفسنا نختاره ولكن اللون اصفر ويكون بتاعه اللي هو الهيد الناز بالنسبة لك بتختار لون ايه? غالبا بيكون اسود وبيكون ناشا. تعالوا كده اول ما ندوس موديفاي. هنلاقي البورت بالنسبة لك تحولت للون الاصفر وبقت صور. متى تبدأ تختار البورت بالنسبة لك تظهر ايه? سواء او الهيدن لائنز. بالنسبة للفيلم اللي انا دلوقتي عندي بورتات معمول فيها سكشن. عايز في حالة الفيز بتاعك يظهر ايه? وفي حالة يظهر ايه? انا نفترض مسلا في حالة الفيز انا مثلا اظهر لي اي طيب معين ولتونه موديفاي. اولا ادوس موديفاي هيديني الطيب دوت. طب انا اقدر اعرف الطيب دوت هو بارعة ايه? لو انا دست هنا. اقدر اختار الطيب الموديفاي. اختار مثلا الطيب. هو هنا بالنسبة لي اختار هو الطيب دوت. بص اول ما اغيره. هيدا يختار الطيب. دوس موديفاي. هيدا يغير حسب البورت فيس طيب بالنسبة. بابدأ ادي له السكيل بتاعي سواء اوتوماتيك. او ان يكون تقسم وابدأ ادي له السكيل بتاعي. ده في حالة البورت فيس طيب. طيب لو انا عامل او سكشن في البورت بتاعي. لو انا عامل ازاي يظهر بالنسبة لي. ده كده بالنسبة للبورت. طيب. بالنسبة للبورت. عايز البورت يظهر ازاي? زي ما حاركم شايفين هنا بص البورت يظهر لي كأنه مصمار في الحقيقة. بابدأ اختار شكل السيمبول بتاعي. خلانوك انا نتجرب مسلا ان اختار سيمبول. اظهر لي الهول والاكس بتاعه. وخليه فيزاول. بوس كده اول ما دوس موديفاي. بيختار لي الشكل الخاص بالبورت. ان هو يظهر ازاي في الموديل. سواء سوليد موديفاي او اختار موديفاي. ابدأ اختار الشكل المناسب لي. ده كده بالنسبة لي للبورت فيزاولتي. تمام كده? طيب مرجعه تاني. اه سوليد. بوس موديفاي. بالنسبة للويلد. بنسبة تسعين في المية مش بنظهر الويلد. بنسبة تسعين في المية مش بنظهر الويلد. الا لو هو اللي طلب منك. لما انت بتجي بتعمل للويلد بتاعك بتعمل له مثلا وليكن بوس بيزاول. وتختار المينمان بتاعك وليكن الويلد اللي قمته ستة ونص خليها مثلا ستة. دعا كده اول ما تبوس موديفاي. بيظهر لك الشكل خاص بالويلد بتاعك. ان هو موجود فيه. بنسبة تسعين في المية مش بنعمل كده. او ان احنا مش بنظهر الويلدات عندي في المشروع. نبت كده كنترول زي. طيب احنا كده عارفنا بالوقتي. تعمل معها زي? الديمينشينز. الماركس. الابجك. بالأرزارز انا باختار فيها ايه. وإذا كنت نسلا هختار الفلتر. дальنسبة لي في اللوحة هو هو الفلتر اللي موجود في المودل. بابدأ اختار التلاية قديم الهوانا اعمل منه اسيف. بابدأ اعمل اضرز زي ما انا عايز. بابدأ اعمل فيلتر بالنسبة لي كنترول دي بالبرت بالاسمبلة بال Wolver서 Lay Zoom زي ما انا عايز. اول ما theirs centreها اعمل لي فلتر للوحة دي. الفلتر هنا مش معناها الفلتر هنا اللي هو اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو الخاص بكل زي ما فيه غزب بكل فيو في المودل على حدة فيه او فلتر خاص بكل لوحة على حدة. تمام كده? ده كده بالنسبة لي الخاصة باللوحة. طب ده كده الخاصة باللوحة عموما. طبع. لو انا دي عادة البروبرتز الخاصة بالفيو ده بس. لو هنفترض ان انا عندي اكتر من فيو جوة اللوحة. وعايز اعمل لها بروبرتز خاصة بيه. لو انا دس تكليك على الفيو بتاعي. بيطلع لي البروبرتز الخاصة بالفيو ده بس. باجي من هنا بابدأ ادي له الاسكيل بتاعي مسلا. ادي له الافيس اه في الافيس وفي الواي تكون قد ايه. هنا لو انا عايز ازهر البرتز كامل من غير ما عمل له اي كاتر. بمعنى لو انا دلوقتي خليت ان كل حاجة تظهر اه بالحجم الطبيعي بتاعها ممكن يكون اه مش مكفل لوحة. هنبدا اعمل كاتر البرتز بيعمله زي عشان اقدر اباين لك دي مسلا البرتز اللي بس اللي هو المارك بتاعتي. تعالك الى بس قبل ما نتكلم عن اللي بولت تعالك الى نرجع خاني نزبط اه الشغل بتاعنا اعمل الولد مارك اعمل له نو. دوس موديفاي. عشان بس نشيت الولد مارك بتاعتنا. تمام. البولت مارك نفس الكلام هنعمل لها رموف. دوس موديفاي. هاجي هنا البولت مارك بالنسبة لي هبدأ اشيلها دوس موديفاي. تمام. ممكن امسك كده وعمل لها ديليت. ممكن امسكها هنا. وعمل لها ديليت. تمام. قبل كده نرجع تاني لخصائص الجيوب بتاعتي. ما كده نشوف الخاصة. نرجع تاني هنا للليبل. الليبل دوت خاص بكلمة وعايزها تظهر ازاي. اي دي الشكل التاكست بتاعي. وهو الاي وان والاي تو والاي سري والاي فور والاي فايل. الاي وان بالنسبة لي وانا دست هنا. هلاقي اعمل لي هنا. ابدأ احط او اه اشيل اي حاجة انا عايز اكتبها. اوليكم مسلا عندي سري دي فيو مسلا. اوليكم مسلا هكتب اه فور موديل مسلا. دوس اوكي. قول ما ادوس موديفاي. هلاقي سري دي فيو فور موديل. لما احطركم شايفين. ده ابدأ امسك الفور موديل دي وابدأ اديها. مسلا وولياكم نون اصفر مسلا واخليها تبعت. هاجي مسلا من سيلك اختار الاريا. نرى. اختار اتناشر. موديفاي. هيبدأ يعدل فيها زي ما هو عايز. تمام كده. ماشي هاجي هنا بس الويلد مارك. وهنا المفروض بتظاهر. نان. نان. عامل موديفاي. عشان بس يشلي الويلداتنا هنا. يبقى احنا كده عارفنا ان احنا ممكن نقدر من لابل. نبدأ نعدل على الاسم الخاص. بكل فيو على حد. ده احنا نرجع لها تاني. نفس الكلام في ايتو. ممكن مسلا في ايتو. هنا اكتب الاسكيل بتاعي. وليكم مسلا هكتب في التكست هنا هكتب بس كيل. واقوله موديفاي. بعد كده هختار كلمة سكيل. عشان تبقى بالنسبة لي ليبل يقراه على طول. هعمل موديفاي. هاجي هنا من بوزيشن هعمل بلو لاين وادوس موديفاي. ظهر لي السكيل بتاعي. الخاص بالبيو ده وقت. يبقى احنا كده قدرنا نعرف من اللابلز بتاعتي. ابدأ اعدل في الشكل بتاع الفيو بالنسبة لي. ممكن من اي سري او اي فور اضيف اي حاجات تانية او اي فايف. السيمبل بالنسبة لي هو او ان انا اعمل دايرة او من غير. تعالوا كده لو دوسنا موديفاي. هيبدأ يضيف لي زي دايرة صغيرة هنا. ممكن اتكبر بتاعه. لو انا عايز اكتب حاجة معينة هنا في الفيو بتاعي. يعني كده بالنسبة لي هنا اي وان. هنا اي تو. هنا اي سري. هنا اي فور. هنا اي فا. انت بتختار الشكل المناسب لي. وتبدأ تقول له اه ايه هنا الي يظهر وايه هنا الي يظهر. دا كده بالنسبة لي اول حاجة الخصائص اللي موجودة في كل واحد لوحده. تعتبر هي هي الشكل الخصائص اللي موجودة في اللوحة بالكامل. بس انت ممكن تقدر تعمل خصائص بالنسبة لك دا. كنت لعرفت اول حاجة نفس الكلام الفلتر تختار ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش. والكزا. تيجي في بالنسبة لك تختار او او زي ما انت عايز. تيجي بعد كده برضو في تختار يظهر ازاي او يظهر ازاي او يظهر ازاي. يبقى احنا كده اتعلمنا في اللوحة ازاي تقدر التعدل البروبرتز بتاعتها. من بارت او من بولت او من ويلت. وزاي تبدأ التعدل البارت والبولت والويلت وتعدل كل حاجة في كل الوحة. ممكن يكون في اكتر من فيو في اللوحة وانت على اساسها تبدأ تخلي كل البروبرتز بتاعتها. تبتعلم سرعة نتكلم على الواجهة الخاصة بالدروينج. اول حاجة عندي حاجة هنا اسمها اه بتلاقي جميع انواع اللوحة اللي انت بتاعتها. ادي اللي انت عملتها. بتلاقي اول حاجة لوحة كل لوحة اللي انت بتعملها في المودل بتظهر لك في خانة طيب لازم كل شوية ادوس لو انا دلوقتي مش موجودة او عاية اظهرها بادوس كنترول او. بظهرها تاني. ادي اي اسمبل دروينز اي اسمبل دروينز بتعملها كريشن بيكون هنا. نفس الكلام بتكون هنا. طبعا عشان احنا لسه ما عملناش كريشن اليوم. فلسه ما ظهروش. طيب. ده كده الجي اي دروينز. بالنسبالي كدوكومن مانجر. بيديك هي اتعملت امتى? اسم اللوحة والسايز بتاعها. وايه بيحطو لك بتاعها كمان هنا لو انت حاطت الروحة اللي بعديها. هنا لو عايز تعمل طباعة او انك تقفل اللوحة. لو عايز تجيب بتاعتها. انت دلوقتي عايز تعمل لأي مورت او اي مورت. لو انت عايز تعمل قابي او موف لأي حاجة انت عملتها بس. انت مش بتعمل حاجة اه في الموديل. يعني مسلا اوليكم انت كتبت تكست جوه اللوحة. وعايز تعمله قابي او موف لأي حتة تاني. فكن انت مش بتعمل قابي او موف لأي بارت جوه اللوحة. عشان بس تبقى النقطة دي واضحة. هنا لو عايز اه تعمل اه اد او دي اكس اف للوحة بتاعتك. لو انت مصلا عندك زي وعايز تنزله جوه اللوحة. نفس الكلام هنا لو عايز تنزل صورة اولين. هنا لو انت عايز تعمل للاين اه جوه الفكلة. مثلا عملت لللاين. يبدأ ارسم لك اي لاين انت عايز. هنا بقى برضو نفس الكلام لو انت عايز تعمل للاين عايز تعمل عايز تعمل اه بولي هود. بدأ تختار الشكل بتاعك. تعالنا نتكلم بعد كده على البارت مارك. ويبدأ يعمل لك البارت مارك بتاعتك. سوال سيليكت البارس او البارتس. من هنا لو انت عايز تخط اه ويلد مارك في مكان معين بتبدأ تجده. اه اه بتاعها والطعيب والريفرس تيكس. زي ما اتكلمنا في اول مرة عن اه الويلد ده. لو نفس انا جيت هنا ودستك عمل لي الويلد بتاعي. بابدأ انا اختار الويلد دوت بابدأ اعدل البروبرت بتاعت وادوس مجدد. ده كده الويلد مارك. اللي انا عايز دلوقتي عايز اعرف الحاجة دي على كام. مجرد مختار الويلد مارك وادوس على المفروض بيظهر لي الويلد بتاعها الويلد بتاعها قصدي. بس عشان احنا نفس الويلد دي غالبا مش جدا صحيح. والديتيل مارك دي هنتكلم عليهم كمان شوية. حالك انا نتكلم هنا لو انت عايز تعمل لأي سيمبل عنده. سواء سيمبل او. حالك انا نختار السيمبل هنا. لو انا عايز اعمل سيمبل معين تبدأ تختار السيمبل الخاص بيه. حالك بس نكبره كده شوية. ده في حالة انك عايز تنزل سيمبل معين. ده مسلا السيمبل مسلا الخاص بالليفل وهكزا. طيب. ده لو انت عايز نزل اسشيشياتيه في نوت. اسشيشياتيه في نوت دي بتطلط حاجة معينة في الموديل عندي. حالك نشوف هي بتعملين. لو انا مسلا عملت اسشيشياتيه في نوت واختبت مسلا وليكم الكاميرا دي. الاسشيشياتي في نوت ديت دي بتخليها تقرى حاجة معينة. دي عاملت زي البورت مارك. مسلا ممكن مسلا خليها تقرأ هنا هلنا الريالي البرتبوزيشن. عالوا كده نشيلها. وخلاها مسلا تختار النيل. بص كده اول ما دوس موديفاي. فتقرأ الجلدة. تعال كده اعمل ويعمل واختار مسلا العمود دوت لقاطل اسمه ده مسلا هيلوط اسمه دوت هيلوط اسمه دي كده عاملة زي بيقرأ حاجة معينة عندك في المشروع سواء النيم سواء سواء بتاعته اي ان كان انت بتختار هو عايز الاطلق ده كده الاسوشياتف نوت. التكست بالنسبة لك لو انت عايز تقوله اه تكست معين في اله لو انت عايز تكتب تكست تده تكتب التكست بتاعك زي ما انت عايز. تده تعطوه الخصاص بتاعتك من 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 بتاعته ويكون عامل ازاي. انا استاذنكم بس الفتح مايك لو سمحتو. طيب احنا كده عارفنا الخيء. هلقلنا ان نتكلم عن الديميشنز اللي انت عايز تضيف ديميشن هوريزونتل او بيرتكال او ديميشن مايل او انجل او ريديال ديميشن. طيب. اننا لو عايز اعمل جي اي ديميشن بتاعتي على الجريد لائنز او ال اكس اكسيز او ال واي اكسيز. لو انت هنا مسلا عمالت الجريد ديميشن او لونج الجريد لائن. طبعا احنا عشان في سريد فيو. يعني ممكن ازهرها وممكن ما زهرهاش. بس احنا عشان في سريد فيو مش ازهرها. طيب احنا في بلايين ممكن نزهر لي ديميشنز. عافي. بنستخدم اي تاني لو احنا عايزين نعمل ديفيل فيو او سكشن بيو. تعالنا نشوف هنعملها ازاي بس بعد اا في لوحة تانية. طيب تاركنا بس هننقفل اللوحة دي وندخل سيف. تعالوا نعمل لوحة اه جديدة لبلان تاني. ولياكم مسلا اختار من هنا كنترول اي. اختار مسلا ولياكم لبل تلات تلاف. اعمل له بتاعتي اه سواني كده. اختار هنا. اختار هنا بس ودوز. اعمل. اعمل. اختار البروبرتز بتاعتي. هاجي من هنا اختار البروبرتز بتاعتي بس هو هنا اه لائد البروبرتز بتاعت ال 3d view. تعالوا كله اه نخليه ما يلقو اطهاش. نختار مسلا ايكم هنا كلا تسمي دروينج واقفل عليها. اختار البروبرتز بتاعتك. وابدأ اختار مسلا ولياكم سيكون سيجي اي بلان. ندوس لود. ندوس اوكي. اوبن دروينج اعملي كرييشن لي البلان بتاعي واعمل له البوزيشن نمبر بتاعه واعمل كمان اله الديمانشن. دعنا نشوف كده ازاي اقدر اعمل ديتيل فيو ازاي اقدر اعمل سكشن فيو. اول واجب اعمل ديتيل فيو. يبدأ يقول لي بيك سنتر بوينت. تحت هنا. اختار مسلا ده حجم بتاعتي. اكتب لي بتاعي هنا. واعمل لي انسرت هنا. اخلي ديتيلة من الجزء دوت. ده ما حضراتكم شايفين. واعمل لي ديتيلة هنا. ده في حالة يا انا اعايز اعمل تفصيلة معينة. واجهوكم مسلا اللي بين العمود والقامر. لو انا دوست عليها توكليك. هلاقي نفس البروبرتز الخاصة بكل فيو الواحد. من اول الاتريبيوت الفيلتر الماركس بالنسباني للبارت والبولت والولد. نفس الكلام الابجيط البارت والبولت والولد. عشان اقدر اعمل اتريبيوت معين للولد بتاعتي. واعمل لها وقدر اعمل لها في اي وقت. ده كده لو انا عايز اعمل detail view. اللي انا بقدر استخدم زيها هو detail mark. لو انا عندي detail دي مقررة في كذا مكان. وعايز اعمل mark بتاعتها. بختار حاجة هنا اسمها detail mark. مجرد ما يجي اعمل detail mark بتاعتي. عملي شكل detail هنا ببدأ اديها الاسم بتاعها مسلا وليكن ايه? وقل له modify. دي تسهل لي لو انا عايز اعمل اا اكتر من مكان ابينه ان detail دي بالنسبة لي typical. فابدأ اقدر اعمل اكتر من detail mark. واقول له ان detail دي كده بالنسبة لي typical وقادي detail هيقدر تشوف التفاصيل بتاعتي. ده كده بالنسبة لل detail view ولي خصائص بتاعتي. طيب. هنا بالنسبة لي سريع عشان افاهم هو هو نفس اللي موجود عندي يبرا في الموديل. هنا هنا لو انت عامل خطوط بتاعتي سواء او نفس الكلام هنا لو انا عايز اعمل معينة وهكذا. ده كده بالنسبة لي هنا نفس الكلام سواء ال end او quarter او midpoint او ال intersection. بلا كده بالنسبة لي selection وال snap. وكده احنا برضو عارفنا ازاي نقدر نعمل detail view. نقدر برضو زي ما قلنا نقدر نفسك اي view نبدأ ندي له ال properties بتاعتي. زي ما اللي موجود عنهم اعمل كده في بتاعتي ان انا انا عايز اعدل من شكل ال label بتاعي. وهنا نفس الكلام في detail mark. طيب. زي detail view او عكسها هو section view. لو انا جيت من هنا قلت له اعمللي section view. جيت مسلا قلت له اعمللي قلت اعمل الفرست وال second point. وليكن مسلا ادي الفرست وادي السكن. ويقولك اختار ال cut box بتاعتك اختار ال area اللي هتبقى في section. وليكن مسلا ادي اول نقطة وادي تاني نقطة. طيب انا كده اخترت هو اتجاه القطع ازاي? واخترت البوكس اللي هيقطع فيه. ال section بتاعي. بعد كده هعمل insert point اللي هو قل عليها وليكن ده. دلوقتي عملي section view بتاعي. نفس الكلام في section هتلاقي برضو في detail. هتلاقي ال properties بتاعته وانت تبدأ التعدل عليها زي ما انت عايز. سواء في ال attributes في ال pointer في ال marks في ال object. نفس الكلام هتلاقي هنا ادي section mark بتاعتك. تبدأ التعدل عليها زي ما انت عايز. تمام كده? ده كده بالنسبة لي detail view او لل section view. نفس الكلام لو section ده بالنسبة لي typical انا مش مضطر ان انا افضل اعمل section ده كزا مرة. برجع من هنا في الاول خالص بعمل حاجة اسمها section mark. ابدأ اختار ادي first point او last point. هيعمل لي شكل section mark بتاعتي. وهو كده هيفهم ان section دوت اللي موجود هنا هو هو اللي موجود هنا. بس انا رسمه مرة واحدة. ده كده بالنسبة لي? section view. وكده احنا اه فهمنا ازاي نقدر نعمل نختار الاتريبيوت المناسب دينا. بنبنا ان نعدل الخاصة بال part بال بال والد. ونبدأ نغير الاسم او بتاعنا. بنبنا ندي له الاسم المناسب من هنا. زي ما حضراتكم شايفين. تقدر تغير في اي وقت. يكون شكله عامل ازاي. ده كده بالنسبة لي. اقفل اللوحة كده. اخر حاجة عايز اقولها في الروكشن دروينز. اللي مانا دي الوقت اعملت الكنترول ال. ويجبت ال جي دروينز. ويجيت على اللوحة دي. واللوحة دي. عملت اعلمت بالكنترول. وعملت حاجة اسمها. ببدأ يقول لك ايه الخاصة عندي باللوحة. دي كده نقطة. تبدأ تخط بتاعتك زي ما انت عدت. تمام كده. بس مش هنتعرض لها لان اه دي محتاجة ومحتاجة اه معينة. طيب. اه تعالوا بس نتكلم اه في النقطة اللي بعد كده. اللي هي ازاي احنا هنقدر نعمل الخاصة باللوحة. تعالوا دلوقتي اه لو انا ندس هنا على الروفجن. ببدأ هنا احط المارك بتاعتي ومين اللي يشتغل في اللوحة كتريت ويتشيك وابروف. تعالوا نشوف نستخدمه ازاي. هنستخدم مسلا وليكن المارك بتاعتي وليكن زيرو زيرو وا. وهنختار مسلا ياتي دباي وليكن مسلا مسلا مكتامة. اتشيك دباي مسلا محمد. وي ابروف دباي احنا. هنحط التاريخ مسلا وليكن اه تسعة اربعة الفين واحد وعشرين. هناخده كنترول سي كنترول في كنترول في. هجي مسلا هكتب في الديسكريبشن هنا وليكن. وعمل لها. ومسا عندي هنا لقط واحد. تعالوا فنخش هنا في اللوحة نشوف بتظهر فيها. وتظهر هنا. ادي المارك اللي انا حطها. ادي بس عشان يخط فهما زهرهم لي اه نجوم. واعمل لي الديت بتاعها. يبقى بالنسبة لي بتظهر هنا. كده احنا عارفنا ازاي ان نقدر نعمل وازاي ان نقدر نعدل في البروبرتز بتاعتها. عند عنده اي سؤال في الكريت او في البروبرتز بتاعتها بغد دلوقتي. لان انا بالنسبة لي هيكون والسنجل يعتبر برضو نفس الشوء. فلو في اي سؤال استاذكم انا حضركم تكتبوا. تمام. تمام تمام. طيب ننخل على النقطة اللي بعد كده ازاي اقدر اعمل الاسمبلي دروين بتاعتها. الاسمبلي دروين زي ما اتكلمنا هي انك تقدر تعمل اه لوحة للاسمبلي كله. سواء كمين بارتز او اللي بتطلع معي. العلقة ده نشوف بتتعامل ازاي. لكم مسلا همسك العمود دوت. هاجي هعمل له مسلا مالياكم. كليك يمين. كريت دروينز اسمبلي دروينج. ده في حالة لو انت عايزة اعمل للعمود ده كله. او اكتعمل للمودل كله. بتعمل اه كريت اه دروينز فابريكيشن دروينز. بعملها منين? باجي هنا من كريت دروينز. اعمل حاجة اسمها اسمبلي دروينج. اعمل برفور نمبرينج. بيبدأ يعمللي للوحة بتاعتي. طبعا عشان انا اه عندي اه اكتر من اسمبلي. فانا عندي اربعة وثلاثين اسمبلي. هيبدأ يعمل لهم اربعة وثلاثين اه لوحة. لاحظات بس بيعمل لواحة الاسمبلي. الوحة هنسيف للنمبر. انا كده نشوف اللوحة بتاعتي. انا جيت انا اضع عشان اشوف اللوحة بتاعتي. هاجي من اسمبلي دروينجز عمالي لسمبلي دروينجز. بتاعتي. زي محضراتكم شايفين. تمام كده? طيب. تعالوا كده نشوف ااا اللوحة بتبع عبارة عن ايه? اول ما ندوس على اللوحة بتاعتك. ادي شكل بالاسمبلي دروينجز بتاعتك. طبعا انا عشان ما فيش اي بارتز معاها. تعالوا مثلا نجيب اا لوحة تانية وليكم مثلا لوحة للكلومجز. ادي مسلا لوحة الاعمدة. لوحة الاعمدة بيبدأ يعمل لك كزا للعمود بتاعي. يجيب لك مسلا من الفرونت والفيو من البات والفيو اا من التاني. واعمل لك هنا سيكشن. وجاب لك اللي بتاعته عاملت ازاي? واحط لك الويلد مارك والبارت مارك بتاعك. اا انت بقى بتبدأ تزبط الشكل بتاعك. تبدأ تزبط البارت مارك بتاعتك. تبدأ تزبط شكل اللوحة. تبدأ مسلا بدل ما انت عندك العشرة موجودة في اكتر من حتة. فانتك تبدأ تشيل الويلدز اللي منهاش لازمة. ولكن هي لو متكررها مثلا تعمل لداد لي. تعمل لداد لي او اا العكس. خلاص هو كده ارى انا عندي هنا عشرة. ممكن تشيل ده كمان. نفس الكلام تعمله هنا. ويقول لكم هتشيل ده. هي هتشيل ده. وهتشيل ده. هتقول له هنا عندي ثلاث عشرة اللي بتوصل. اا الديميشنز اللي انت بتبدأ تاخدها في الاسيمبلي. بتبدأ تخلي كل بارت نتنسب في الاكس وفي الواي في كل بتاعتك. بتحط الماركس بتاعتك الخاصة في كل تبدأ تخط بتاعتك. ده كده اللي بتعمله في الواحطة الاسيمبلي. وليكن مسلا عندي هنا اقدر مسلا اخد وليكن اا هوريزونتل. هربس نخلي الديميشن دي كده قدام هنا. عشان بنشغل عليها كده. تاخد مسلا ديميشن كده. من نص. ده غلط. ده تاخد ديميشنز الريزونتل والفرتكال بتاعك. اي اي بحيث ان كل حاجة بالنسبة لك تبقى متنسبة سواء لمنتصف المين اسيمبلي او لاي حفة من الحواف. نفس الكلام هنا برضو بتبدأ تزبط شكل الويلد بتاعتك. بتبدأ تشيل كل الويلدس الملعشة لزمح. حضراتينا بس اا في حد ما يسأل. لما بيكون نوحة فيها تفاصيل كتير الديميشن عندي بتبقى فوق بعض. بص اولك على حاجة بشمال نسبة. اا الديم. وكمان وفيك تعاط بتبقى على بعض. بص اول حركة على حاجة. انت مفروض بتبدأي اا تزبط لوحة الاسمبل بتاعتك انها اا تتزبط. يعني بمعنى ان دلوقتي عندي اا اللوحة مسلا فيها اكتر من و لكن اللوحة عندي مسلا صغيرة بابدأ اتقبر مقاس اللوحة دي ما احنا شوفنا. تجي هنا من مسلا من اا بتاعتك تبدا تتقابري مسلا دي حاجة. الحاجة التانية تبداية تزبطي بتاعتك تبداية تلمي الدنيا شوية. يعني زي ما حر يشوفنا لما احنا كاريتنا اللوحة دلوقتي لنا عن كتير. بابدأ ازبط انا الشكل بتاعي. بابدأ مسلا قلم شوية قلم شوية. نفس النظام. سواء كهارزون تلاقي ابدأ قلم الدنيا شوية. بحيس ان اللوحة بتاعتي تكفي الفيو دوت. ممتده? بابدأ اضمهم على بعض وابدأ ازبط الشغل بتاعي. هنا برضو نفس الكلام اشيه الويلز الكتير دي وخلي يعني يكفي لكل استفنة. وخلاص. مش شرط ان انا اعمل كزا خلاص. بابدأ ازبط الشكل بتاعي. وشدها كده. ابدأ ازبط بتاعي بتاعي بتاعتي بالكلام ده. اه لكن مفيش حاجة بتطلع مزبوطة لوحدة. والحركة على الحاجة. دي اللي انت بتشغل عليه. فيه هو بيخل الدنيا عليه. انت بعدها تبدأ تتخلي في كل تزبطي بتاعتك سواء كهارزونتل او نفس الكلام حريكي هنا دلوقتي هو ان اعمل لك كل بتاعتك. فحريبة تبداية تعمل زي كده للويلز اللي يتحقق لي برضو الشغل بتاعي. لو انا هنا مسلا عملت اللي هو العشرة في اه فيلت لو انا دي بتشلت ده. انشلت ده. خلاص هو كده بالنسبة له. عارف ان السفنر ده بالنسبة لي. هو في الحام عشرة مع بتوعه. سواء مع العمود او مع نفس الكلام هنا. اجي مسلا لو انا دلوقتي شغلت دول. خليت ده هنا. هو كمان نفس نفس القصة. هو فيهم برضو ان في الحام هنا بتاعت الاستفنر. هيتلحم مع العمود ومع فانا اللي ببدأ اتحكم في الوحة تظهر لي ازاي? سواء من او من او من تانية. يعني انا ممكن مسلا انا دلوقتي هو عمالي هنا. ممكن انا بقى محتاج دي تانية او سيكشن تانية. تمام? انا ممكن تبع عندي حتة صغيرة وعايز ابين بتاعتها. سماما? زي ما قلت لحضراتكم كده باخد بتاعتي للبرطات وللبلطات بتاعتي هوريزولتال وجارتك. هو هنا عامل لك هل هي كافية? او تمام بتضبطها? او هي غير كافية انت تبدأ تخب بتاعتك والمارس بتاعتك. تمام اتمنى اكون جوابت على سؤال حضرتك. باجي هنا بلاقي فو هنا بيجي يقولي النوت بتاعتي. بلاقي الويلز بتاعتي باختار هي بتكون كام والهولز بتكون كام. لو انا عندي الهولز والويلز عندي بتكون واحدة. بيحط بنسبالي اول حاجة بيحطي الميم بارس بعد كده اللي طالع معي. بعد كده البروفايل الماتريال وعندي الكاونت بتاعي عندي كام حتة من كل واحد. الانس الاريا والويت ويديني التوتل بتاعهم كتوتل الاريا. نفس الكلام هلاقي نفس الجدول هنا بيختار لي بيمنهولي حسب التايتلز اللي انا بحطها. وبيحط لي كمان اللي انا عايز اعملها زيها زي الاريكشن. ابدأ برضو في لحظة الاسميلي وانا عايز ازبط اللي اوت بتاعي او الفيو او السكشن او الديتيل. نفس الكلام اقدر امسك اي فيو لوحده. وابدأ احط له بتاعته. من بارت مارك او من ويلد مارك. اعطي الاتريبيوز بتاعتي بارت مارك ويلد مارك. نفس الكلام في الجي اي دروينجز بقدر اعمله في الاسميلي دروينج. الكلام ده ينطبق على اي لوحة اسميلي دروينج. نفس الانترفيس اللي بقى لها في الاسميلي دروينج. هي هي الانترفيس اللي بقى لها في الريكشن دروينج. الكلام بالنسبة لي بيكون تابكا. اخر حاجة بيحط لك حاجة هنا اسمها بقول لك العمود دوت موجود فين? هو رقم مكام موجود على تقطع مع بعض. هو موجود على تقطع مع فانت برضو تقدر من اللوحة توصل للمكان بتاعه فين. عشان لما يجي بعد كده لكبهو المشروع. ده كده باختصار لوحة تقدر هنا تعمل تنقل بين اللوحة بتاعك. تقدر تتنقل بين اللوحة زي ما انت عايز وتبدأ تتعدل فيها وتضبطها حسب الاسبكت اللي عندك في الفيرم اللي انت شاكل فيه. تمام. طيب. النقطة اللي بعد كده. احنا جلواتي عارفنا ان نقدر نعمل آآ آآ دي بيكون اول حاجة عشان تقدر تبعث الابروفة الباكتش بتاعتك للكلينت. حاجة ان هو بيقول لك او انك ممكن تستنى الابروفة. او لو انت عايز تسرع الوقت في حالة انك متأكد ان شغلك تمام زي ما تريد تعاوز بتبدأ بتعمل بتاعتك بتاعتك تبدأ تشتغل عليه. طيب بتاعتك تمام ما فيهاش اي مشاكل بتبدأ تعمل حاجة اسمها نفس الكلام نفس الخطوات. بمسك مسلا وليكن كله. باجي بعمل انا هنا عندي آآ اتنين وتسعين آآ بيبدأ يعمل لهم آآ اللواح بتاعتنا. عشان نفتح اللواح بتاعتنا. من الجنب هنا هنختار حاجة اسمها عملني لوحة بكل سينجل. يعني مسلا ندخل على لوحة العمود. هنا عملي ادي لوحة بتاعت العمود بيعمل لك كل بورد لوحدك سواء مين بورد او ساكنجري بورد. عشان دي اول حاجة بتتصنع عندك في المشروع. بتصنع كل سينجل بورد لوحدك سواء مين او ساكنجري. تمام كده? هنا بيديك برضو ادي الجدول بتاعي. يبدأ يقول هنا هو آآ رقمه كامل بروفايل في منه كام حيطة عشان تقدر تصنع اربع حيطة منه. الاريا الويت. نفس الكرام بيجي هنا يقول لك بتاعته كام والكوانتي تبدأ تصنع ان هنا دلوقتي انت كده هتصنع اربع قطاعات من الاتش اي اي تلتمية وتحط لهم السامب بتاعهم الف واربعة بماتيريا الاسم تين خمسة وسبعين جي ار واللنس بتاعهم ستة لاسة مية وستين. يبقى انت كده تقدر تصنع السينجل بورد دوت بكل سهولة. نفس الكلام الخاصة بلوحة السينجل هي هي الخاصة بلوحة لو تمسكت دوت لوحده هتلاقي نفس الكلام في اللوحة. الاتريبيوتس والمارك والبولت مارك والويلد مارك والاوبشن. الكلام بالنسبة لكل واحد بتبدأ تزبط الاتريبيوتس الخاصة. يبقى احنا كده هيتعلمنا ازاي نقدر نعمل الدروينز بتاعاتنا. سواء الجي اي دروينز بتطلقها زي جاي لك. ممكن انت بتزود اه من عندك او من عندك عشان تسهل عملية الاركشن. تقدر تعمل كريات الاسمبلة دروينز. كمان بارت قصنا تعمل البارتس. ويبدأ تعمل كريات الاسمبلة دروينز بارتس. عشان تقدر تصنع كل سينجل بارتس. طيب احنا كده خلصنا ازاي نقدر نعمل بتاعاتنا. طيب. اخر حاجة هنتكلم عنها ان شاء الله هي الاكس بورتس. ايه الاوت بوط اللي انا بطلع من التكسل. يعني بعد ما عملت المودلينج وعملت النمبر وعملت اللوح بتاعتي. طب انا عايز اعمل باكس بورت. عايز اعمل باكينج. ابدأ ابعتها سواء او باكينج ابعتها للشوب. ايه الحاجات اللي انا ممكن اطلع بها ودي ان شاء الله يكون اخر حاجة هنتكلم عنها. بعد وكده نتكلم نشوف ايه هي الاكس بورتس اللي احنا ممكن نطلع. الاكس بورت اللي انت ممكن تطلع بيه هو تقدر تعمل cnc فايلز. لو عندك المصنع في مكان cnc وعلى اساسه يبدأ يصنع المشروع بتاعك. زي تقدر تعمل اه ريبورتس خاصة بالمشروع وزي تقدر تعمل لها اكس بورت وبتكون فين في المودل فولدر. زي تقدر تعمل اكس بورت بتاعك. زي تقدر تعمل اكس بورت. زي تقدر تعمل اكس بورت. الموضوع في غاية السهولة. تعالوا نشوف اول حاجة. ال cnc فايل. هانسك دلوقتي المشروع كله. هعمل من المينيو بتاعتي. هعمل حاجة اسمها اكس بورت. ان سي فايلز. ابدأ يقول انت عايز ان سي فايلز بتاعتك ليه? للبليتس ولا للبروفايلز. لو انت عانك للبليتس بس عايز اتختار للبليتس. او للبروفايلز تختار للبروفايلز بس او لليه? طيب هما المفروض هعملهم اكس بورت فين. تعالى كنا نشوف ال dstv for بليتس. تعالى كنا نعمل له اديت. هو هنا هيسمي لك الفايل بنسبالك هيكون اسمه dstv. الفايل لوكيشن dstv بليتس. طب لو انت عايز تغير ايه الفورمات بتاعه واستعمل له براوز او اي حاجة. تقدر تختار من براوز تبدأ تختار انت عايز تعمل الاكس بورت بتاعك فين. تمام كده? هندوس اوكي. ولكن انا بدل ما سميه dstv بليتس. سميه بليتس بس. ماذا هنا في البروفايل هدوس ادت. اخلي اسمه بروفايل بس. هدوس. اول ما هدوس ريت انت هنا طبعا بتختار فول اول بارتس سواء انت هستعمل المشروع كله. او انت هستعمل ال 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 انت بتعمله كل واحد تبدأ تختار هو هينزل فين وهيكون شكله عامل ازاي? من hold من cut من heart stamp او من options. قده هتختار ال 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 بلاقي فايل هنا اسمه بروفايلز. طبعا نسلا نختار البروفايلز بلاقي الفايلات الان سي بتكون عاملة كده. فايلات الان سي غالبا لو انت عايز تشوفها بتفتحها على حاجة اسمها النوت بات. طبعا نفتح الفايل دوت. ادي فايل الان سي بتاعي. نكون عبارة عن ايه? ادي اللي بيظهرها. بيظهر لي بتاعه. في منه اه كم بتاعته. المتاريال. البروفايل. بتاعي هو اي سيكشن. يبدأ يديك الابعاد بتاعته. هو كمان الكريت فيه. ودي اه الكود بتاع الابعاد بتاعته. اللي بيقراها المكان الخاص بل سي نسي. لعلى اساسها تقدر مكنة تعمل تصنيع. نلاحظة كده في السؤال. ماشي. تمام. ده كده فيل سي نسي. يبدأ يدخل ليه مكنة السي نسي. يبدأ يصنع كل بورت لوحده. نفس الكلام عندي بالنسبة للبليت. لو انا فتحت بليت هلاقي برضو نفس الكلام. بلاقي البوزيشن بتاعي. بلاقي الماتيريال البروفايل فيه منه كم حتة. اه حصلوا كرييشن فين. ولاقي البرماغة بتاعته عشان يقدر يعملي التصنيع. دي كده فايلات اللي بتخرج من عندي من الموديل. طيب. بعد كده ازاي نقدر نعمل الريبورت باعتنا. لكن نرجع تاني للموديل. واحنا عاملين نفس سيليكشن. عشان بتعمل الريبورت ساعتك كما بتقدر تيجي من دروين اند ريبورت. تختار ريبورت. او انك تختار اه كونترول بي. ادي كونترول بي. افتح لك الريبورت بتاعك. طيب. ايه هي الريبورت اللي انا اقدر اعملها زي ما حضركم شايفين. تقدر تختار اي ريبورت انت عايزه تقدر تعمله. واليكم مسلا اه ريبورت زي الاسمبلي لست. تقدر تختار كرييت فروم سيليكتد. تظهر لك ايه ايه الاسمبلي مارك بتاعتك. الكوانتيتي. النام. البروفايل. الفيز. الاريا. الويت. تمام كده. ده كده بالنسبة لي. اقدر اعمل اكتر من ريبورت انا عايزه. سواء البولت لست مسلا. اعمل اه كرييت فروم سيليكتد. هيعمل لي ادي البولت لست بتاعتي. عندي بولتات اي تسو مية خمسة وعشرين ام. وعندي اه اي بوينت ايت اكس او اكس. اقدر اعمل الريبورت بتاعتي اللي انا عايزها. حسب كل الريبورت بيعمل لي ايه. طيب الريبورت دي بيكون موجودة فين. لو انا هنا جيت على مودل فولدر. رجعت تاني على مودل فولدر. بلاقي فايل الكرييت لي اسمه ريبورت. اول ما بفتح. الفايل ده بلاقي ادي الريبورت بتاعتي. الريبورت اما لو هي اه اللي موجودة في التكلة. اما انها بتكون اكس اس ار فايل. ودي بيفتحه برضو بالنوتباد ما فيش اي مشكلة. او بيكون الفايل اه سي اس بي بيفتح على برنامج الاكساب. فهو بيكون اكس اس ار او سي اس بي. لو انت جيت فتحت الاسمبيلي لست هتلاقي ادي الريبورت الكاعة. الاسمبيلي فانت هتقدر تشوف اي حاجة انت عايز تشوفها في المودل. يبقى ادي كده ادي الريبورت بتاعتك تقدر تعمل اكتر من الريبورت عندك في المشروع وتبدأ تخصر اللي انت عايز. الجزء اللي بعد كده ازاي اعمل بادو. اكمري ايو. اقوم هنا بتاعتي. ابي ايو. اخترت جزء البيورة اغلت نواحة الدراومنج. واقوميểuين اقترت ايو. اقومي بيء ايو. اقومي على هنا انت عايز بتاعتك ايه بتكون بي دي اف والفايل لوكيشن بتاعك فين? وانت عايز تفتح الفولدر او اللوحة اول ما يتعمل لها كرياشن. تعال كده مسلا هنسمي بدل بلو فايز هنسميه مسلا ولياتهم بي دي اف دي معناها ان انت هيعمل لي بيشة متاعك. جواها هيعمل لي فايل اسمه البي دي اف. تقدر تختار من تحت البوزيشن بتاعها هيكون فين? الوريينتيشن والكلام ده كله. وتختار الكلر بتاعك. لو انت للوقتي عايز تعمل بتدوز بتاعتك. اول ما بيخلص مفتاح لك الموضي الفولدر ادي اللوحة بتاعتي. تعالوا كده نفتحها. ادي اللوحة انت كده بكل سهولة بعد ما تزبط اللوحة بتاعتك تقدر تعمل اكسبورت بي دي اف بكل سهولة. سواء للوحة واحدة او انك تقدر تمسك اكتر من اللوحة وتعمل لهم اكسبورت. بمعنى انا دلوقتي ممكن امسك مسلا ولكن اجي الاسمبل بتاعتي. مسكت مسلا من هنا شفت. اذكرت مسلا لغاية هنا. يمين. وصلو اعمل. يبدأ هنا يجريلي الشريط بتاع اللودينج. لغاية ما يخلص اللوحة الاسمبل بتاعتي. يبدأ واحدة واحدة يمسك لي لوحة لوحة يبدأ يطبعهم لغاية ما يخلصهم خالص. بعد كده عمل لي الاكسبورت بتاعي البدي اف للوحة اللي انا عايزة. فادي الاكسبورت البدي اف بتاعي بكل سهولة. تمام? طيب. ايه الاكسبورت بعد كده اللي انا اقدر اطلعه? الاكسبورت. داب جي. لسغط داب جي? انت موكن تعمل اكسبورت اآ لوحة. تقدر تعمل اكسبورت للموديل ذات نفسه داب جي ممانا.UM بدي عاجزة اعمل اكسبورت للوحة بتاعتي داب جي. هذه كترول ل. باختار مسلا اللوحة دي. اجي هادوس عليها كرิق قيمين. واختار اكسبورت. هذه اللير لولز بتاعتنا هيعمل لهم لي الفايل اسمه بلوت فايد هذه اسم اللوحة اللي انا عايزة احط لها بريفكس او صافيكس اسايفها بالفايل تايب بتاعك جديدة بجي او دي اكس اف على فيرجن مثلاً 2013 تبدأ تختار البروت بتاعنا اول ما تدوس اكسبورت بيبدأ يعمل لك كرييشن ليا بعد كده نرجع للمود الفولدر ادي فايل البروت فايلز بالنسبالي وادي اللوحة الكتب اول ما بتفتح اللوحة بيفتح لك اه شوف لها بالضبط نفس اللوحة الموجودة في التكلا ولكن بصغط الدي دميو جي تقدر انت مثلاً توديها للسايت مثلاً او الوركشوب اللي هو مسلاً عايز يقيس اه حاجات اه معينة يبدأ يشتغل عليها اصغط بس ومعنك شوية لو انت جيت هنا في اللي اوت بتلاقي ادي اللوحة بتاعتك هو يقدر يعمل اه كنترول بي ويقدر يطبع هنا من جديدة بجي بي دي اف زي ما هو عايز او لو عايز ياخد ديمينشنز زيادة او عايز يشيل حاجة او يضيف حاجة لكن طبعاً الاضافة هنا او اه في الاوتوكاد بتكون اضافات تاكست مش بتكون اضافات اه لابل او اضافات سمارت ده كده الاكسبورت الاوتوكاد بالنسبالي للدرويد طب لو انا عايز اعمل اكسبورت اوتوكاد للموديل مظبوط الموديل اللوحة الاوتوكاد بالنسبالي كلها بتكون اكسبلوديل سواء كديمينشن سواء كبرطاط سواء كبولت سواء كويلدس لا هي للأسف لما بتعمل اكسبورت ديمي جي بتظهر لكل حاجة اه اكسبلوديل فلا هي للأسف ملاش حل انت بتعدل او كانك شغل على الاوتوكاد انت عايز ترسم خطوط او عايز ترسم اي حاجة بتضيفها على لوحة لكن بتكون اه ما بتعملش اي حاجة جديدة فيها تسمى عندك في موديل التكلا لا انت في لوحك الاوتوكاد تبدأ تشتغل عليها اه زي ما انت عايز كما يكون جاوبت على سواء كباش معنص تمام طيب نرجع تاني للتكلا طيب لو انا دولك عايز اعمل اكسبورت للموديل ده 3D وانا دولك اعمل سيلكت عليه باجي من هنا اعمل حاجة اسمها اكسبورت 3D DWG نسيب كده الفولدر مثلا وليكن هتسميه مثلا 3D DWG اعمل كده اكسبورت اعمل open directory ادي في الموديل فولدر عملي الفولدر بتاعي 3D DWG وقادي 3D بتاعي زي ما حضراتكم شايفين بس هو هنا اعمل لي الفيو بتاعي لان عشان عامله اه بلين فهو عمله لي هنا بلين ده كده 3D DWG بتاعي تمام كده اه طيب احنا كده عارفنا ازاي نقدر نعمل اكسبورت للموديل ولدرويد بتاعي ال 3D اخر حاجة هنتكلم عنها هو ازاي قدر اعمل اكسبورت لل ايفي سي برضو نفس القطوات وانا اعمل سيلكتشن للموديل نبدأ اعمل اه الاكسبورت بتاعي لل ايفي سي من هنا نبدأ احطوله الخاصات بتاعته وعمل اكسبورت تمام يكون موجود فين انا رجعت هنا للموديل فولدر بتاعي بلاقي فايل هنا اسمه ايفي سي اعمل ولاقي ادي موديل ايفي سي بتاعي بس اخدمه طبعا لو انا دولك عايز اعمل اه او عايز ان اقلو البرنامج الموديل ببدأ ارزل الموديل عليه وابدأ اعمل بتاعي تمام اه انا كده اه خلصت الشرح بتاعي اه اخر حاجة بس عايز اتكلم عليها ان اه استاذانكم ان بش مهندسين اه لطفي بش مهندس محمود بش مهندس مريا بش مهندس عمر استاذانكم تتواصلوا مع التيم المنظم بش مهندس محمد اشرف او بش مهندس احمد استامة عشان يعملكم الشهادات السرتيفكت او اكسلنس عشان اه حضركم انتزمتوا بالحضور وعملت التاسقات اه باقي الناس اللي حضرت هتاخد سرتيفكت او افتيندنس ولكن هما هاخدوا سرتيفكت او افتيندنس ان هما حضروا وعملوا التاسقس بتاعي اه انا متشكر ليكم جدا اه انا استنفعت جدا بالشرح لالتكلا انا اتمنى تكون الناس استفادت ويكون البرنامج اضافة لهم في الكارير بتاعهم بشكر بمقاربيا ونقاط المهندسين ونقاط الالكزاندري على صداثة الويبنار الخاص ببرنامج اه بشكركم مرة ثانية ودي الكونتاكس الخاصة بيا سواء على فيسبوك او الواتساب اه دلوقتي اه لو حضرتكم عندكم اي اه سؤال بس او لكم لو حضرتكم اه تكتبوه هنا او لو فيه حد عايز يدخل يتكلم اه معا اه اه اشكرك بشو مهندس وايل اشكرك بشو مهندس عبداللطيفة لو فيه حد عنده اي سؤال ممكن يكتبه هنا في الشات او ممكن يتكلم مع سواء يرفع بس ال glad ويتكلم معي؟ اه بشو مهندس احمد او بشو مهندس محمد از stomach لو حرك يشوفه لو فيه حد عايز يتكلم تفاع Mountain انا زكرا حضرتك بشوهندس وتحياتنا ليك على المجهود الجميل ده. آآ اي حد عايز عنده عنده اي سؤال يتفضل يرفع ايده واحنا تحت امور. اشكرك بشمهندس محمود جزينا واياكم. آآ بشمهندس روان اشكرك. تمام. كده في حد عنده اي سؤال. في آآ خاص بالمحضرة دي او خاص بالمحضرتين اللي فاتوا. لو انا مرحيتش اجاوب. او ما كانش فيه وقت ان انا اجاوب. تمام. هو طبعا يعني آآ غالبا كده ما فيش اي اسئلة ثانية. تمام? آآ التونسين آآ يتواصلوا مع المنظم للافنت عشان يقدر ياخدوا انا بشكركم جدا. اعتمنى تكونوا حضركم استفدته من الكورس الخاص من برنامج. يعني احنا بل يعني لمينا اكتر من آآ ستين او سبعين في المية من البرنامج. وكلا انت تقدر تشغل عليه بكل سهولة. يعني طيب الناس الملحيتش يتطبق. هم ممكن يدخلوا على الجروب الخاص بآآ بيكلا. ويقدروا يشوفوا المطلوبة وابدأ آآ اشتغل عليها. آآ الله خليك باش مهند اسوائل. اشكرك. وتقدر تعمل التاسك بتاعتك. وممكن تنزلها حتى كمان بعد المشروع. وانا اوصلك عليها. لو فيها اي مشاكل انا ممكن آآ اتواصل معك. زي ما حضركم قلت. كنتك بتاعي على الفيسبوك او اللينك او الواتساب. هتوصل معي في اي وقت ان شاء الله هرد آآ على حضرتكم. ما فيش مشكلة باش مهند اسوائل. ما فيش مشكلة. هتكون كنت تتطبق في اي وقت. وفي اي سؤال ان شاء الله انا آآ متاح. آآ اشكرك باش مهندس. جزانا الله وعيد. طيب آآ احنا كده هنقدر آآ نختم المحضرة. جزانا وياكم باش مهندس محمد. آآ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدي. سيران العالية اللي انت. لا استغفرك ان اتوب اليك. باشكركم مرة تانية وباشكر آآ سادة الحضور. باشكر السادة المتصدفين للإفنت. شكرا جدا. نتقابل ان شاء الله في افنتي تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشكري ليك بشونس. بحياتنا ليك. آآ جماعة ما حدش ينسى شاهد الحضور يسجل اللينك رفع على الحضرات. متشكري ليكو.